السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الجميع بإذن الله تعالى في الفيديو ده هنشرح موضوع الضيابيتس مليتس الشرح الكامل بتاعه لو جاينا نبص كده على الشابتر اللي احنا هنبدأ فيه دلوقتي الشابتر ده اسمه اندوكراين اندوكراين بتكلم في العموم عن الغدد الصماء وعمالها في الجسم وبنشوف الغدد الصماء لو اشتغلت بزيادة هيحصل مشكلة ايه ولو اشتغلت بنقصة يحصل ايه المشكلة اهم غدة على الاطلاق اللي هنتكلم فيها في المحاضرة دي مجيز الفيديو اللي جاي كمان اللي هي غدة البانكرياس اللي هي لو حصل فيها مشكلة بيظهر مرض اسمه ضيابيتس مليتس اللي هو مرض السكر مرض السكر بياخد تقريبا تلتين الشابتر يعني الشابتر بتاع الاندوكراين ده ايه اه لو قلنا باكتج كده التلتين بتوع الباكتج دي على مرض ضيابيتس مليتس وتقريبا نفس الموضوع ده في الامتحان يعني لما تدخل الامتحان بتاع البورد النهائي هتلاقي ان شابتر الاندوكراين تقريبا بتسأل عليه في الامتحان في المتوسط ستة اسئلة ممكن نموذج بتاعك يسأل فيه خمسة وده نادر ممكن يزيد عن كده وتسأل سبع اسئلة وتمن اسئلة فهو في المتوسط والمعهود من هذا الشابتر ان هو بتسأل عليه تقريبا ستة اسئلة هتلاقي ان اربع اسئلة من وسط الستة بتسألوا على موضوع ضيابيتس مليتس ده وفيه سؤالين بتسألوا بقى على باقي المواضيع هي باقي الموضوع إيه اللي بيخلاف موضوع السكر اللي هي مشاكل الغدد درقية ومشاكل الغدد الأخرى فيه غدد يعني بتعمل مشاكل كده في الجسم بس ندرة واخد بالك فهو بالترتيب كده أشهر غدد يحصل من وراها مشكلة هي غدد البنكرياس بيظهر من وراها مرض السكر تاني مشكلة بيظهر فيها مشاكل اللي هي غدد درقية باقي الغدد في الجسم بيكون إيه المشاكل ندرة شوي فهو ديا تقريبا كده بنرسم جوا دماغك الشابتر هيكون عامل إزاي طيب تعالك كده أما نعرف إيه هي الغدد الصماء في جسم الإنسان الغدد الصماء في العموم عبارة عن عشر غدد لو جيت تشوفهم كده أول غدد اسماء من فوق اللي تحت كده بنايل جلاند هايبوسالماس جلاند بتيوتر جلاند سيرويد جلاند بارا سيرويد جلاند ثايمس جلاند أدرينال جلاند بانكرياس أوبري وتستس لو جيت تعدهم كده هتلقوم إيه عشر غدد بس لو جيت تركز هتلاقي أن الرجل فيه تسع غدد والمرأة فيها تسع غدد ليه لأن الرجل هيكون فيه التستس بس مش هيكون فيه الأوبري بينما المرأة هيكون فيها الأوبري بس مش هيكون فيها التستس فهتلاقي أن كل جسم إنسان في النهاية بدأت تكون من تسع غدد فقط أهم غدة من وسط كل اللي احنا بنشرحه ده هو البانكرياس تمام ليه؟ لأن هي المرض اللي بينتج عن مشكلة غدة البانكرياس بيكون ده أشهر مرض على الإطلاق اللي هو مرض إيه؟ مرض السك يبقى غدة البانكرياس دي أهم واحدة تاني أهم واحدة اللي هي إيه؟ اللي هي الثيرويد جلاند ده ما كان هم في الرائبة كده بقي الغدد المشاكل اللي بتظهر منهم إيه؟ ضعيفة إلى حد ما أو نادرة تمام تعال بقى ما نخش فيه أول حاجة معنا اللي هو البانكرياس عشان نفهم إيه المشاكل اللي بتكون في البانكرياس خلينا نفهم البانكرياس الأول صح كده احنا داخلين إيه؟ يعني انت لو جلت بص كده على الشابتر هتلاقي إنه هو داخلك في الجون على طول بيقولك إحنا عندنا مرض سكر وعاوزين نشخصه ونبدأ بالعلاج على طول واخد بالك فاحنا عاوزين إن احنا نعمل مقدمة كده من برا المنهج عشان تجيب لك الموضوع من البداية خالص فأول بدايتنا إيه؟ أول بدايتنا إن كل جسم بيكون فيه تسع غدات صماء يعني إيه كلمة غدى صماء أصلاً؟ غدى صماء مقصود بيها إن هي غدى بتطلع هرمونات والهرمونات اللي بتطلعها دياً بترميها مباشرة في طيار الدم بعكس مثلاً غدى غير صماء الغدى غير الصماء بتسمى غدى قنوية قنوية يعني إيه؟ يعني هي بتطلع المحتوى بتاعها وبترميه في أنبوبة والأنبوبة بطيئة أو دكت يعني وتبضل ماشي المحتوى يبضل ماشي في الدكت لحد ما يوصل إلى المصاب النهائي بتاعه زي إيه؟ زي الغدد العرقية الغدد العرقية بتطلع العرق بس هل العرق بيترامى مباشرة في الدم؟ قالك لا لا ده مفيش كده أصم ولا حتى بترامى في الدم مال إيه؟ ده الغدد بتطلع العرق ويبضل ماشي في دكت لحد ما يطلع برا إيه؟ برا الجسم بينما الغدد الصماء لا الغدد الصماء مقصود بيها إن هي غدد منها للدم على طول هي بتطلع المحتوى بتاعها وترميه مباشرة في الدم فكل التسعة اللي انت شايفهم دول كل العشرة دول بيطلعوا الهرمونات بتاعتهم ويرموها فيين؟ أو يرموها في الدم إيه؟ مباشرة جميل فأهم واحدة زي ما هتفانى هو إيه؟ البانكرياس تعال بقى ما نشوف فين البانكرياس أصلا قالك البانكرياس موجود في منطقة البطن كده لو جيت تشوف المعدة هتلاقي المعدة هي شيل المعدة بقى وبص وراء المعدة هتلاقي اللي وراء المعدة على طول هو فين؟ هو البانكرياس يبقى فين مكان البانكرياس الأناتوم بتاعه تشريحيا بقى أو المكان هو فين بالزبط في الجسم هو وراء المعدة مباشرة لو جينا نركز أكتر كده تشريحيا هو بيعمل إيه أصلا والبانكرياس ده عامل إزاي؟ هتلاقي إنه عضو زي ما انت شايف كده بيتكون من ديل منطقة اسمها تيل وفي منطقة في النص كده اللي هي إيه؟ اللي هو الجسم بتاع البانكرياس ذات نفسه وفيه قناة مشى في النص فهو يعني تركيبه بسيط خالص عبارة عن عوضه وفيه قناة مشى إيه في النص لو جيت تركز كده هتلاقي فيه قناة بتاخد المحتوى بتاعه واخد بالك محتوى القناة دي وبترميها فيه الأمعاء الله يعني إيه الكلام ده ده احنا يا دكتور من ساعتها قاعدين نقول إن البانكرياس غضة صماء إزاي تقول لي فيه قناة وإحنا لسه بنقول ده بيطلع محتوى وبيرميه في الدم على طول إيه إيه الكلام ده هو ده بقى يا بش إن البانكرياس ليه دورين في الجسم دور اسمه دور في الجهاز الهضمي اللي هو الديجيستف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي وبيساعد فيه هضم الطعام ودور تاني في الاندوكرياس سيستم اللي هو نظام الغضة الصماء داخل الجسم وده بيساعد في تضبيط مستوى السكر فيه الدم يبقى أول معلومة تعرفها حقيقية بقى عن البانكرياس اللي هو إيه إن هو البانكرياس ليه وظيفتين في الجسم وظيفة كعضو من ضمن أعضاء الاندوكرياس سيستم في الجسم وكعضو من ضمن أعضاء الديجيستف سيستم في الجسم فهو ليه دور إن هو يشتغل كاندوكرياس ويشتغل كإكسوكرياس اندوكرياس يعني إيه كغضة صماء بيطلع هرمونات يرميها في الدم ومبشارته يبقى هو إيه في الحالة دي يشتغل كإندوكرين أو له القدرة أنه يشتغل كإكسوكرين اللي هو يرمي المحتوى بتاعه في أنبوبة والأنبوبة دي يبضل ماشية لحد ما توصل إلى المصاب بالنهائي بتاعه طيب لما يجي يشتغل كإندوكرين بيطلع إيه؟ ولما يجي يشتغل كديجيست بيطلع إيه؟ قال لك كإندوكرين بيطلع هرمونات اسمها إنسولين وجلوكاجون الإنسولين وجلوكاجون اللي اتنين سويا بيزبطوا مستوى السكر في الدم وهنشرح الكلام ده دلوقتي عامل ازاي لان الانسولين وظيفته ان هو يقلل مستوى السكر في الدم بينما الجلوكاجون وظيفته ان هو يعلي مستوى السكر في الدم فهو عضو البانكرياس له القدرة على تقليل وتزويد مستوى السكر في الدم وبيطلع ده وده في تناغم جميل جدا بحيث ان هو يخلي مستوى السكر في الدم بتاعك طبيعي زي الفل فاول وظيفة للبانكرياس ان هو كعضو من ضمن اعضاء الغودة دي الصماء ان هو بيشتغل كاندوكراين يعني بيطلع هرمونات اسمها انسونون وجولوجاجون والهرمونات دي بتترمى مباشرة في الدم عشان تزبط مستوى السكر في الدم ده او الوظيفة طيب ايه تاني وظيفة بقى تاني وظيفة ان هو بيشتغل كاديجيستف سيستم كعضو من ضمن اعضاء الجهاز الهضمي طب هيعمل ايه اسمها كده جهاز هضمي يعني يساعد في هضم الطعام يعني هو بيخرج انزيمات انزيمات زي اللايبيز والاميليز والبروتيز كل دي انزيمات بيخرجها بس كايه كاكسوكراين يعني في خلايا معينة موجودة في البانكرياس بتطلع الانزيمات دي وترميها في الدكت بترميها في انبوة وتفضل ماشي 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 لحد ما توصل الى المصاب النهائي بتاعها في الاثنى عشر اول ما الانزيمات دي توصل الاثنى عشر تعمل ايه بتختلط بقى الطعام اللي انت كالته وتبدأ ان هي تهضم الطعام ده وتساعد في هضم ايه الطعام يبقى البانكرياس ده هتطلع عضو عظيم ما شاء الله اهم وظيفتين للبانكرياس ايه ان هو بيزبط مستوى السكر في الدم عن طريق ان هو يشتغل كايندوكراين بيطلع هرمون انسولين او جلوكاجون تبتاني وظيفة ليه ان هو يساعد في هضم الطعام ان هو بيطلع انزيمات بقى مش هرمونات في الحالة دي ان لا انزيمات زي انزيم اللايبيز وانزيم الاميلاز والبروتياز كعضو من ضمن اعضاء الجهاز الهضمي والتي تسعر على هضم الطعام طيب ايه بقى الجزء اللي في البانكرياس بيعمل كده وجزء التاني اللي بيعمل الوظيفة التانية قال لك اهو عندنا حاجة اسمها بنكرياتك اسيني وده خاص بوظيفة كجزء ايه اه ديجيستم اللي هو الجزء اللي هو حوالين الدكت ده واخد بالك حوالين البتاع ده هي عبارة عن خلايا بتطلع الانزيمات مباشرة وترميها فيه الدكت بحيث انها توصل الى الاسن عشر في بقى حاجة تانية اللي هي اسمها ايلتس اوف لانجر هانز وده عبارة عن خلايا تانية موجودة يعني ايه فيه خلايا هيه بتطلع انزيمات وخلايا اخرى في مكان مجاور يعني فيه نفس العضو بتاع البانكرياس الخلايا الاخرى دي اسمها ايه اسمها ايلتس اوف لانجر هانز ايلتس اوف لانجر هانز دي وظيفتها ان هي تقوم بوظيفة الاندوكراين الايلتس دي انا او الجزر دي انا واخد بالك هي لانجر هانز ده اسم اللي اكتشف الجزر دي انا واخد بالك بس هي مش جزر بقى فيزيائية كده موجودة في الغابات في استراليا لا 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 ده هي ايه جزر موجودة داخل البانكرياس بس هو شافها كده وسمها كده وفرحان بكده المهم الجزر دي يعني عبارة عن ايه قالك لما جيه فحصها اكتر لان هو في نوعين من الخلايا هو فيه اكتر من كده بس خلينا نقول ان هوا في نوعين مهمين جدا من الخلايا خلايا اسمها الفا سيل وخلايا اسمها ايه بيتا سيل قال خلايا الفا سيل ده اللي بتطلع هرمون الج aproveاجون اللي من شأنه ايه بيزود مستوى السكر في الدم وفي خلايا تانية اسمها بيتا سيل دي من شأنها إيه؟ إن هي بتطلع هرمون الإنسولين اللي من شأنه إن هو بيقلل مستوى السكر في الدم فلو جدت وص كده هتلاقي إن البنكرياس فيه مناطق كتيرة بخلايا كتيرة وكله شغال بتناغم من غير ما أنت تحس ومزبط لك كل حاجة هتلاقي الألفة سيل بتطلع جولكاجون وإنت قاعد تسمعني دلوقتي والبيتا سيل في نفس اللحظة بتطلع الإنسولين وده طلع بتشعيرة بسيطة وده طلع بتشعيرة بسيطة لتنين موازنين الكفة إيه فجأة أنت روحت تتغدى ولا تشرب عصير ولا تاخد حاجة فيها سكريات أكيد الكفة بتاعت الإنسولين هتطلع شوية ليه؟ ما أنت خدت سكر كتير فالسكر بتاعك هيزيد في الدم فمنطقي جدا إن الإنسولين يطلع بزيادة عشان يقلل مستوى السكر في الدم طب افرد أنت بقالك صايم 18 ساعة ولا شربت ولا كلت ولا عملت أي حاجة فأكيد مستوى السكر هيبدأ يقل في الدم فأكيد هنا الجسم هيبدأ يوازن الموضوع ويطلع هرمون الجلوكاجون أكتر عشان يرفع مستوى السكر في الدم هو ده يبقى فيه توازن رهيب ربنا سبحانه وتعالى خلقه في جسمنا عشان يزبط مستوى السكر في الدم في نفس اللحظة والكلام ده شغال وانت بتاكل ولا حاجة البنكرياس بيشتغل جزء منه وبيطلع انزيمات جميلة زي اللايبيز الأميليز البروتيز تروح على الطعام اللي انت بتاكله وتبدأ ان هي ايه تهضمه زي ما من اسمها كده ليبيز بيروح على الليبيز على الدهون الأميليز بيروح على الكربوهيدريت ويكسره البروتيز بيروح على البروتيين ويكسره فما هو ده الطعام بتاعك في النهاية بيتكون حاجة من ده يا لبيد يا كربوهيدريت يا بروتين فهو بيطلع ايه انزيم خاص بكل حاجة انت بتاكلها بحيث ان هو يهضم لك الطعام ويساعد في هضم ايه الطعام ايه الجمال ده فهمنا البنكرياس فهمنا وظيفة البنكرياس كله يكتب لواحد على الشهد طبعا يعني انا جايب لك ايه بقى مقدمة من التاريخ الكلام ده كنا بنعرفه من سنة رابعة ابتدائي بس سنة ايه يعني بنشرحه باسلوب سهل وبسيط خلي واحد يعني ناس كل حاجة في الدنيا احنا بنشرح الكلام حتى كاتبه لك بالعربة هو يعني الموضوع لقيه انه سهل وبسيط واكيد مرة على اغلبنا بس ما فيش مانع ان احنا فيه كمقدمة سريعة كده نفكر الناس بالحاجات دي اللي مبسوط ان احنا بنفكر الناس في الشرح الكامل بالحاجات دي يعني شجعنا كده واكتوب لتسعة برضو يعني انا عاوز برضو ايه اعرف رأيكم انتو مبسوطين ان احنا بنجيب الحاجات دي ونفكركم بها ولا لا جميل جدا ما شاء الله يعني الفيت باك جميل حلو حلو خالص ما شاء الله طبعا جميل 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 طيب جميل خلينا بقى نركز اكتر مع الانسولين وظفتي الانسولين ايه اذا ما احنا اتفقنا وظفته ان هو بيقل المستوى السكر في الدم طيب الانسولين ازاي اصلا بيطلع من خلايا بيتا ده الميكانيزم في اكشن بقى بتاع خروج الانسولين من خلايا بيتا هي وظيفة خلايا بيتا ايه وظيفة خلايا بيتا ان هي قاعدة تدوء الدم بتاع الانسان اول ما تحس ان السكر عالى في الدم هتقوم مطلع ايه مطلع انسولين طيب ازا حست ان السكر بتاع الجسم مش عالي ولا حاجة فاكيد هتطلع كميات انسولين بسيطة على قدر ارتفاع مستوى السكر هتطلع قدر مشابه من الانسولين عشان تزبط مستوى السكر في الدم طيب ازاي بقى ايه الميكانيزم بتاع خروج الانسولين من خلايا بيتا قالك فيه شعيرات دموية ماشية لو جيت تركز كده تلاقيه فيه شعيرات دموية ماشية داخل البانكرياس بتمد خلايا البانكرياس بالمغزيات ما هو الدم ده في النهاية يحمل المغزيات فالخلية دي انا عايشة ليه اصلا عايشة عشان بيوصلها امداد دموي طيب يبقى كده كده خلايا بيتا بيوصلها ايه الدم فهي قاعدة دوق الدم الدم اللي وصلها ده وظيفته انه هو بيمدها بالمغزيات عشان تفضل عايشة وفي نفس الوقت اتنين في واحد بقى ان هي بتدوقه عشان تعرف هل السكر عالي ولا مش عالي فيه الدم فبيقولها خلايا بيتا بتعمل ايه خلايا بيتا اول ما وصلها الدم المحمل بجزيئات الجولوكوز اللي هو السكر يعني بتدخل الى خلايا بيتا خلايا بيتا بتبدأ ان هي تستغل جزيئات الجولوكوز دي ان هي تصنع جزيئات الطاقة اللي هي ATB الATB ده بقى لما بيتصنع بيمنع ان البوتاسيوم يخرج لبره بتقفل على البوتاسيوم فبتعمل خلل في الجهد الكهرابي على سطح خلايا بيتا فعشان تزبط الموضوع ده فالكالسيوم بيبدأ ايه يدخل فلما الكالسيوم بيبدأ يدخل يقوم زائق الانسولين لبره يبقى ايه اللي بيحصل قالك لو الجلوكوز عالي في الدم يبقى هيوصل لخلايا بيتا جزيئات جلوكوز كتيرة فخلايا بيتا هتصنع جزيئات ATB كتيرة فهيقوم قافل على البوتاسيوم اكتر واكتر فهيقوم مدخل كالسيوم اكتر واكتر فكل كالسيوم يدخل هيقوم زائق الانسولين لبره هو ده طريقة عمل الجلوكوز اللي لقطها من اول مرة شرح يشجعني كده وكتب لي واحد انا جبتلك ابسط ميكانيزم اوف اكشن يعني في الشرح مفيش ابسط من كده لقطها من اول مرة يبقى انت شاطر طب يفرض بقى كان مستوى السكر في الدم قليل ايه اللي هيحصل يبقى هيوصل لي خلايا بيتا كميات جلوكوز قليلة فمش هتصنع ATB كتيرة فمش هتقفل على البوتاسيوم كتيرة فالكالسيوم مش هيخش كتير فالانسولين مش هيطلع لبرة كتير طبعا الانسولين بيطلع برة على فين على الخلايا على الدم مباشرة بايما احنا اتفقنا ان ايه الخلايا بيتا دي اندوكراين يعني بترمي محتوىها مباشرة في الدم فمقصود ان هو يطلع برة ان هويترامى في الدم يعني الانسولين لما بيطلع بقى في الدم احنا قلنا ايه السيناريو اللي بيخليه يطلع ان فيه الجلوكوز اصلا من البداية دخل بكتير فلما يدخل بكتير بيبدأ ان الانسولين يطلع من الخلية بكتير ويدخل في الدم طيب لما يدخل بقى الجولوكوز فيه أو لما يدخل الإنسولين في الدم هيعمل إيه قالك الإنسولين وظيفته إدخال الجولوكوز في المصل والأديبوستيشو يعني إيه يعني بيروح على الخلايا بتاعة العضلات ويبدأ إن هو يدخل فيها الجولوكوز مش دلوقتي السكر عالي في الدم آه وإن هو يكون عالي في الدم ده خطر قالك إحنا عاوزين يكونه طبيعي لإن الجولوكوز لنسبة طبيعية في الدم وظيفة الجولوكوز بالنسبة طبيعية إن هو يروح على الخلايا يمد الخلايا بيه السكر المطلوب الخلايا اللي محتاجها السكر يمدها بالسكر المطلوب عشان إيه تقدر إن هي تعيش وتكون جزئات طاقة ATP واتكمل عشان بس الزيادة المفرطة في الجولوكوز خطأ خطأ ليه لإن في خلايا المفروض ما يوصل لها كميات جولوكوز أعلى من الطبيعي لإن لو وصل لها جولوكوز أعلى من الطبيعي هتبدأ إن هي حصل فيها إيه ده مش هتبدأ ان هي طبوز هيكون الجلوكوز هنا مش هيقوم بالوظيفة الطبيعية بتاعته اللي هو يدخل في انتاجه زياد طاقة اي تي بي ويعيش الخلية والدنيا جميلة وحلوة لا ده الجلوكوز هيتحول الى كأنه سكينة داخل على الخلايا ويفضل ايه يقطع فيها وده اللي بيحصل بقى مع مرضى السكر في الحالات المتقدمة اللي هو بقاله سنين بقاله عشر خمستاشر عشرين سنة عنده سكر وممتعليكش بشكل مزبوط لو جيت تبص كده على الخلايا بتاعت الخلايا العصبية هتلاقي الخلايا العصبية بدأت ان هي تتضمر ويحصل فقط تنميل وواغز واحساس بلسع ونار كده اللي هو حاجة اسمان يوروباثي طب جات نتيجة ايه قالك جات نتيجة ان الجلوكوز العالي ده بدأ ان هو يدخل في خلايا الاعصاب ويبدأ ان هو ايه يخربها ويبوزها فالانسان بيحس بإحساس لسع كده لحد ما توصل لدرجة ان الخلايا بيتموت خالص ويفقد الاحساس في رجله لذلك بعض مرضى السكر في الحالات المتقدمة ممكن وهو ماشي رجلي تتخبط وتتعور وتنزف دم وهو مش حاسس تماما تب مش حاسس ليه قالك نتيجة خلاص بقى السكر وصل لمراحل عالية بقاله سنين بيخرب الاعصاب فالعصاب اتضمرت ما عادش ايه ما عادش يحاسس خالص بالاعصاب بتاعته كذلك برضو السكر لما يزيد ممكن يروح على العين ويبوزها وده من اشهر المشاكل اللي بتزعل مرضى السكر برضو في المراحل المتقدمة احنا ايه منتكلم هنا يعني بجيب لك بقى الناهية بجيب لك من الاخر يعني اللي واحد بقى له سنين طويلة عنده مشكلة في السكر ده فتلاقي السكر وصل للعين وضرب برضو العصب البصري وكده فتلاقي عنده مشكلة في العين يروح على الكيليا ويضرب لك الكيليا انت واخد بالك فهي دي بقى اما الجولوكوز لو دخل بكميات كبيرة داخل العضلات ما بيتضرهاش تمام فبيقول لك ايه بقى بيقول لك الانسولين لما يبدأ يشتغل وظيفته ان هو ياخد الجولوكوز ده ويدخله في العضلات تمام وبس ما يدخلوش بقى بكميات كبيرة للكيليا والعصاب والعين والحاجات دي لانه لو دخل بكميات كبيرة في الحاجات دي ايه هتبقى مشكلة هو بيقول لك ايه بقى السكر من غير مساعدة الانسولين لذلك مريض السكر بيحصل له مشاكل اهو ده الكلام بقى ما شرحته ما اتكاتبه لك بيحصل له مشكلت في القلب والكيليا والعصاب والعين نتيجة ان السكر عالي وبيدخل بسهولة بكميات كبيرة انت عارف الانسولين الانسولين وظفته ان هو يدخل الجولوكوز الى العضلات الجولوكوز ما يقدرش يدخل العضلات غير بمساعدة مين الانسولين بينما السكر العالي يقدر يدخل الاعصاب والعين والكيليا بدون مساعدة الانسولين تفاهمني؟ وهذه بقى المشكلة المعضلة ايه اللي بقى واحد يجي وما يقول لي يا دكتور مش السكر ده حلو اقول لك اه حلو يعني هو كتوصيف عام كده السكر اللي موجود في الجسم ده حاجة ايجابية وبيدخل في انتاج جزيئات الطاقة طب تقول لي ايه المشكلة بقى تم يدخل في الخلايا اقول لك لا يا باشا هو مش معنى ان السكر حلو وبيدخل في تكيب جزيئات الطاقة ان هو حلو كده وخلاص لا هو يوصل بكميات معقولة للخلايا لانه لو ذات با اكتر من كده ودخل بصورة فري في الخلايا اللي المفروض ما يدخلش فيها بكميات كبيرة الا يحصل هيبدأ ان هو يضمرها وتيجي بالعكس في احنا عاوزين الانسولين لما يجي يشتغل يشتغل بحق الله ويدخل فيه يخزن الجلوكوس فيه العضلات بحيث ان العضلات هي اكتر حاجة محتاجة طاقة وانا عاوز هنا يعني افصل كلمة بعض الناس بتفكر العضلات اللي هي كتلة العضلة اللي موجودة في الايد او موجودة في الرجل وشكرا لا يا باشا كلمة عضلات كلمة اكبر من كده كلمة عضلات مقصود بيها العضلات اللي بتحرك عينك يمين وشمال العضلات اللي بتحرك جفنك فوق وتحت العضلات اللي موجودة في في الرئة بتخلي الرئة تنقبض وتنبصل عضلات اللي موجودة في الامعاء وبتخلي الامعاء تشتغل حركة دودية العضلات اللي موجودة في عضلة القلب نفسها واخد بالك هو ده هو ده مقصود بكلمة العضلات واخد بالك فهي من شأنها ان هي تدخل الانسولين في العضلات دي بشكل آمن بحيث ان هو العضلة تستغلها في انتاج طاقة والعضلة تقدر ان هي تحرق تحرق الطاقة وتحرق جزئات الاتب وهي تفضل ايه وتفضل شغالة مش بس على قد كلمة عضلات اليد وعضلات الرجل واخد بالك لا ده يعني مفهوم ضيق عن كلمة ماصلز فبيقولك الانسولين في النهاية وظيفته انه ياخده الجلوكوز ده يدخله في العضلات في الناس بقى اللي عندهم مشاكل متقدمة بيقولك السكر بيكون زيادة قوي بيوصل الى اعضاء المفروض ما يدخلهاش بكميات كبيرة ويبدأ ان هو ايه يبقى واسه جميل كذلك بيحس بالوهن والضعف الناس بقى اللي عندها سكر تقوم ايه لي طب هلو عنده سكر كتير يبقى انا متوقع انه هو السكر ده يدخل في العضلات كتير فالمفروض انه هو يكون نشيط في بعض الناس ممكن تفكر كده هم يقولك ايه ما هو مريض السكر ده عنده سكر صح كتير ها عنده سكر كتير يعني في المقابل السكر ده يدخل فيه العضلات كتير والمفروض عضلاته هيكون فيها طاقة وحيوية ومش عارف ايه هم يقولك لا ما هو مريض السكر في النهاية لما نجي نشرها دلوقتي هيكون عنده حاجة اسمها انسولين ريزيستنس يعني ايه يعني الاسملي ما بقدرش يدخل الجلوكوز في العضلات فالعضلات شرقانة لي الجلوكوز هو ايه ربما يكون الجلوكوز عالي في جسمه بس عالي في المكان الغلط عالي جوه الدم انا مش عاوز الجلوكوز يكون عالي جوه الدم انا عاوز يكون عالي داخل العضلات فاه لو هو عالي داخل العضلات انا اصدقك او ما يقولك ده فعلا ان العضلات تقدر ان هي تستخدمه في انتاك تاقة ويكون فيه نشاط وحياوة ماشي أصدقك في كده بس للأسف اللي بيحصل في مرض السكر ما هو اسمه مرض إيه اللي بيحصل بقى في مرض السكر إنه هو الإنسولين بيكون يعني مش قادر يشتغل مكبل مش قادر إنه هو ياخد جزيئات الجولوكوز دي ويدخلها جوه العضلات فالعضلات شرقانة ليه الجولوكوز لذلك مريض السكر دايما بيحس بإيه بالوهن والضعف لإن السكر عالي في المكان الغلط عالي في الدم بس مش عالي داخل خلايا العضلات أنا مش عاوزه عالي في الدم أنا عاوزه بالمستوى الطبيعي في الدم ولو كان عالي يبقى عالي في العضلات وعالي برضو بإيه بالقدر الكافي ما يكونش عالي فيه خلايا تاني إزاي العصاب والعين والكلية والحاجات دين عشان إيه ما يضمرهاش فاللي قرأ معايا شكل توزيع الجولوكوز الصحي في الجسم إزاي يكتوب لي تسعة واللي شاف وقرأ إيه المشكلة في وجود السكر العالي في الدم مش وجوده في العضلات يكتوب لي تسعة برضو قرأت فين المشكلة بالزبط هي دي مشكلة مريض السكر طيب المفروض الإنسولين ليه أكشن جميل إن هو بيقلل مستوى السكر أو الجولوكوز في الدم خلي بالك برضو أنا عاوز واحنا ماشيين كده هنلاقي مصطلحين مصطلح اسمه جولوكوز ومصطلح اسمه ديكستروز إيه الفرق ما بين الاتنين أو ملك مفيش فرق هو الجولوكوز نفسه الديكستروز ده هو ده ولكن الجولوكوز ده هو اسم جزء السكر الذي ينتجه الجسم بصورة طبيعية فالعلماء سموه جولوكوز بينما الديكستروز الديكستروز ده هو نفس جزء السكر بس اللي بيجي للإنسان من بره بيجي له بقى في صورة طعام أو دوة مثلاً في حالات الهايبو جليسيمية أو ما شابه واخد بالك فاللي بيجي من بره مصنع يعني يسمه إيه؟ اسم ديكستروز بينما اللي الجسم بيصنعه خلقة في طبيعة جسم الإنسان اسمه إيه؟ جولوكوز فسواء كل قلنا كلمة جولوكوز أو ديكستروز اللي اتنين إيه؟ مرضفين لبعض اللي هي في النهاية سكر يعني سكر وخلاص في الجسم ولكن المصطلح الأدق اللي هو إيه؟ جولوكوز إن الجولوكوز عالي في الدم تمام ده كده على الماشي وإحنا ماشيين إحنا كده زي ما بتقول إيه؟ عاديين نأسس عاديين نأسس لمصطلحات ونأسس لأفكار ونأسس لحاجة بحيث إن إحنا لما ندخل بقى بحق وحقي في الكلام اللي موجود قدامنا ده تحس إن الكلام ده كله لعب عيال طب إيه وظيفة الإنسولين بقى؟ قال لك وظيفة الإنسولين إن هو يقلل الجولوكوز في الدم وإحنا عرفنا إزاي هيقلل الجولوكوز في الدم إن هو ياخر الجولوكوز ده ويحطه في مكانه الحقيقي اللي هو إيه؟ في المصل تمام برضو بيقالي اللي هو إيه؟ معدل حر الدهون إحنا عارفين إن هو الدهون مصدر للطاقة والجولوكوز مصدر أيضا للطاقة ولكن الطاقة اللي بتخرج من الجولوكوز زي ما تقول كده طاقة صحية طاقة مفيدة للبيئة بينما الطاقة اللي بتخرج من الليبت بتكون طاقة ضارة هو بتطلع طاقة ولكن زي ما تقول فيه مخلفات حر الليبت بقى مخلفات حر الليبت دي بيكون كيتونز الكيتونز دي لما بتعمل بتعمل مصيبة بقى اللي هو هنشرحها فيما بعد حاجة اسمها ضيابيت الكوتو أسودوز ده موال كبير قوي هنشرحه بإذن الله تعالى ولذلك لما نجي نشرح ساعتها ضيابيت الكوتو أسودوز هنقوم أقلين إن العلاج الأساسي ليه هو إيه؟ هو الإنسولين واخد بالك الإنسولين لأن الإنسولين هيروح على عملية الليبولوس ده اللي هو إنتاج أو تحلل الليبت عشان يطلع منه طاقة لا هيقلل الموضوع ده تمام؟ هيخلي إخراج الطاقة في مكانها الصح من الجولوكوز هو ده البريدوموند هو ده المهيمن يعني هيدخل الجولوكوز للخلايا بتاعة العضلات اللي اتطلع طاقة بشكل آمن هو ده يبقى وظيفة الإنسولين زي ما تقول كده إيه؟ بيزبط توجه الجسم إن هو يطلع طاقة لكل الجسم بس بإيه؟ بشكل آمن غير ضر على الجسم هيعمل ده إزاي؟ إن هو يدخل السكر الزيادة للعضلات عشان تطلع طاقة بشكل آمن ويروح على الليبت يقلل تكسيرها بحيث أنه إيه؟ ما تطلعش طاقة ضر به الجسم شايف الجمال؟ هو ده إيه كمان؟ قالك إن هو بيعمل بروتين سينسس إن هو بيساعد في صناعة البروتينات يعني زي ما أنت شايف كده هرمون الإنسولين جميل يعني كل الأكشنز بتاعه جميلة وهو هرمون آمن جدا لذلك الناس اللي بذكره مانندوما المرأة الحامل اللي عندها سكر الحامل على لجهة الأساس إيه؟ إنسولين وبنقول ساعتا أن الإنسولين آمن لأنك بتدي هرمون طبيعي بس أنت مصنعه بقى مصنعه تشبه الهرمون الطبيعي بالزبط تمام؟ فلما بتديه بالجرعات الصح بشكل يحاكي إخراج الإنسولين بتاع جسم المرأة السليمة فأنت لو ديته من برا شبه الطبيعي إيبه أنت كده إيه؟ بيتفيد المرأة وما فيش أي ضرر على المرأة ولا الجنين ولا أي حاجة ونسبة أمانه عالية جدا 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 هو ده تمام؟ تعالى بقى ما نشوف مصطلح اسمه إنسولين ريزيستنس برضو إحنا إيه؟ إحنا في المقدمة دي نزا ما تقول كده قاعدين نأسس المصطلحات ونأسس الأفكار بحيث إن إحنا لما ندخل برضو في الشرح هتلاقي إن كل حاجة واضحة معاك مصطلح اسمه إنسولين ريزيستنس ده مرة علينا ونشرح اللي هو الإنسولين موجود آي بس مش قادر يدخل السكر داخل الخلايا يعني الإنسولين موجود يعني خلايا بيتا بتشتغل خلايا بيتا بتدوق الدم وقادرة على إنتاج جزيئات إنسولين وقادرة على إخراج جزيئات إنسولين وترميها في الدم والإنسولين ماشي في الدم وشايف جزيئة سكر بس مش قادر يلقط السكر من أفاكرة ويدخله فين؟ الخلايا بتاعت العضلات مش قادر يعمل الحتة دي قال لك ليه مش قادر قال لك فيه mechanism of action لكل حاجة طبعا بس احنا مش عاوزين ندخل بقى في التفاصيل قال لك ده بتحصل مع ايه بتحصل مع الناس الابيز الناس الطخان زي ما تقول كده الدهون ديا بتجبس على نفس الانسولين تقول له ما انتش شغال مش هتعرف تشتغل ما انتش مدخل السكر داخلي الخلايا فتلاقي الواحد الطخين بعالوقت بيكون عرض اكبر من غيره ان هو يجي له مرض ايه؟ السكر وتلاقي جهد برضو ضعيف ومش عارف ايه هو ده ده كله ناتج عن ايه؟ عن مصطلح الانسولين resistance جميل فيه برضو مصطلح ثاني عاوزين نفهمه في المقدمة اللي هو مصطلح اسمه بيزل بولس ايه البيزل بولس ده؟ قال لك الجسم بتاع الانسان بيشتغل بنظام البيزل والبولس في اخراج الانسولين البولس ده بيظهر امتى؟ بيظهر لما واحد يأكل وجبات يعني ياخد وجبة فيها عصير وفيها كاربوهيدريت وفيها حاجات مسكرة وحلويات ومش عارف ايه فدخل له سكر كتير صح كده؟ فالجسم اسفاجأة هو قاعد لبي ولا عليه فجأة انت بدأت ايه؟ تضرب بقى تاكل حاجات مسكرة وكده ففجأة كده الجسم ايه؟ انت بتعمله لشوك بتصدمه كده فيقوم ايه لك انت دخلت له بكميات سكر كتيرة فاكيد الجسم في اللحظة دي هيطلع كميات انسولين كبيرة عشان يروح عالسكر الكتير اللي انت دخلته عن طريق الطعام ده ويدخل السكر في العضلات فهو ده اسمه البولاس بقى بولاس يعني حاجة ايه؟ كبيرة كده يعني فبيقولك بولاس انك دخلت بسكر كتير فالبيتا سيلز هتقوم مطلع بولاس انسولين كتير برضو عشان تواجه كميات السكر اللي انت مدخلها ليه الجسم طيب ده مصطلح البولاس بيظهر بعد الوجبات مباشرة لحد ما ايه؟ يزبط كافة السكر في الدم ويخليها طبيعي يبدأ ايه؟ الموضوع يهدى بقى ما يطلعش كميات كبيرة قالك بقى بعد الوجبة ما خلاص الجسم نجح الحمد لله ان هو يسيطر على الجولوكوز الكتير اللي انت مدخله ده ويزبط الكافة في الدم ويخلي مستوى السكر تمام هل لسه هيفضل يطلع بقى كميات كبيرة؟ قالك لا هيفضل يبدأ بقى يرجع لورا ويقلل كميات اخراج الانسولين ويبدأ يطلع انسولين بالكميات البسيطة اللي الجسم محتاجها ده اسمها ايه؟ اسمها بيزل يعني ايه؟ وانت نايم وانت نايم كده العضلات محتاجة جولوكوز كتير؟ لا انت كلت اصلا وانت نايم؟ لا عملت اي حاجة؟ لا انت نايم 8 ساعات مفيش حاجة بجسمك دخلت خالص طيب بس ايه وانت نايم عشان تبضل عايش العضلات بتاع الجسمة وجسمك في العموم محتاج ايه؟ محتاج سكر يدخل للعضلات دي يتساعدك بس ان اعضاء جسمك تبضل شغالة وانت نايم لو حابب تتقلب كده ولا كده؟ عضلات ايه؟ تبضل ايه؟ تبضل عايش يعني فبيقولك هل منطقي ان بيتا سيلز اللي هي خلايا بيتا اثناء نومك توقف تماما 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 ان هي تخرج انسولين ماهلو يعني نسبة الانسولين في الدم تبقى صفر يعني هل ده شيء منطقي؟ ماهلو بقت صفر يبقى ازاي الجولوكوز ده هيدخل في العضلات فالعضلة يوصلها يغزاها فتصنع طاقة فتبضل انت عايش اصلا فبيقولك لا ماهلو مش منطقي ان هو الانسولين يطلع بس لحظة ايه؟ لحظة الاكل مش منطقي هو ايه يطلع لحظة الاكل اوكي عشان يزبط مستوى السكر بس هيطلع في مراحل اخرى بعيدة عن الاكل عشان يخليك اصلا عايش فالكميات الانسولين اللي بتطلع بشكل بسيط على مدار اليوم على مدار الساعة على مدار الثانية في فترات بخلاف الاكل اسمها ايه؟ اسمها بيزا الانسولين فقالك البولس هي عبارة عن كميات الانسولين الكبيرة اللي بتطلع بعد ما انت تاكل انت دخلت دخلت الجسم جولوكوز كتير فبتا سيلز هتقوم طلعه انسولين كتير الانسولين الكتير ده اسمه ايه؟ بولس بدأ الجسم يرتب وضعه ويزبط حاله والسكر بدأ ان هو يستقر في الجسم ده احنا بنتجلم عن الصورة الطبيعية في جسم الانسان اللي هو ما مش مريض ولا حاجة البولس زبط 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 هيبدأ ايه؟ خلاها بيتا سيل ترجع الورا ما خلاص ما عادش بوصلها ايه؟ جولوكوز كتير فما فيش دعا ان هي تطلع انسولين كتير فهتبدأ تطلع تشعرة الانسولين البسيطة اللي مخليك اصلا عايش التشعرة دي اسمها ايه؟ اسمها بيزا الانسولين اللي فهم بقى من اول مرة شرح البولس بيطلع امتى؟ والبيزا اللي بيطلع امتى؟ يكتب لواحد كده على الشات ها يلا كله تفهم؟ الحمد لله الحمد لله خلاص كده تمام تعالى برضو ما نعرف مصطلح اسمه هايبو جليسيميا ومصطلح اسمه تاني هايبر جليسيميا هايبو يعني فين خفاض؟ جليسيميا اميا جامي الدم فلو جيت تبص كده هايبو جليسيميا عبارة عن تلك كلمات شابكين في بعض هايبو قليل جليس سكر اميا دم يبقى هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن مستوى السكر القليل في الدم طبعا احنا المرض الاساسي اللي هنشرحه في الشابطر اسمه ضيابيت اسم اليت اللي هو مرض السكر اللي هو ارتفاع مستوى السكر في الدم هو ده المرض المزمن الكورونيك اللي بيعيش مع الانسان سنوات طويلة ومالوش علاج نهائي يعني مفيش حاجة اسمها كيور عارف انت كيور يعني ايه؟ كيور يعني الترياق اللي هو حاجة بتاخدها تبرأ منها تماما يعني كأن السكر ده بيختفي من جسم الانسان تماما على فكرة في احد الناس على اليوتيوب واظنه كاذب منزل وليه قناة بيقول انا صنعت الترياق لعلاج السكر والناس اللي بتروح له انت هتتعالج من السكر مية في المية والسكر ده يختفي من جسمك وقاعد بقى يتفلسف يقول ان السكر ده ماهوش انسولين ولا سكر ولا جولوكوز ولا اي حاجة وضحكوا علينا في الكتب وهو عبارة عن فيروس عايش في البنكرياس وانا بدي بقى حاجة عشان تموت الفيروس ده حد يسمع عن الدكتور اللي طلع بيقول كده ولا لا سمعتوه ولا لا حد يسمع الحوار ده ولا ما سمعتوش المهم يعني ما سمعتوش ماشي فيه بقى يعني فيه حوار كده الحوار ده كذب تمام كذب تماما ولا يخلو وعاري تماما من الصحة ومن العلم وللأسف وانا بتابع القناة بتاعتو لقيت ان فيه مش حاوز اقول مئات ممكن اكتر من كده مني الناس بيصدقينه ويروحوا ليه وياخدوا العلاج وطبعا اذا العلاج فشل يبدأ ان هو ايه يقول اصلا انت استخدمتو والله اصلا انت مش عارف ما سميتش قبل ما تاخدو المهم ايه اه فيه حاجة خلينا بقى نرجع ان مرض الضيبية اسمه ليه لسه حاجة كورونيك بيلزق في جسم الانسان ما بطلعش تاني وليس له اي كيور مالوش ترياق مفيش حاجة اسمها تتاخد تخفيه مرض السكر فيه الجسم طيب احنا بقى عندنا حالة اسمها هايبو جليسيميا هايبو جليسيميا ديا مش حالة كورونيك يعني هي حالة انخفاض السكر في الدم هو مش هيفضل طول حياته عنده مرض كورونيك انه السكر دايما قليل في الدم ولكن في المقابل اه فيه مرض اسمه هايبو جليسيميا اللي هو مرض السكر مستوى السكر عالي في الدم ويفضل عالي مدى الحياة ولازم ان تدخل بدواء عشان تفضل ايه تفضل محافظ على السكر انه هو في الوضع الطبيعي واذا وقفت الدواء هيرجع السكر تاني يعلى فيه الدم تماما احنا بقى ما بنتكلمش عن الهايبو جليسيميا دا لان الهايبو جليسيميا او الضيبيتس مليتوس دا اللي هنشرحه في الورق اللي قدامنا دا بس احنا عاوزين نعرف على السريع كده الهايبو بقى الهايبو اللي هو ايه مستوى السكر قليل في الدم وده ما بتكونش في العادة يعني حالة كورونيك يعني مش حالة هتفضل عايشها مع الشخص مدى الحياة يعني بس هي الفكرة امتى بتظهر الحالة دي اغلب ظهورها مع مرض السكر نفسهم تب ازاي يا دكتور يعني هو مريض السكر دايما ايه دايما السكر عالي ازاي حالة الهايبو دا هتظهر معاه اقولك هتظهر معهم امتى لما انا اجي عالجه وتغابف علاجه يعني انا المفروض ايه لما اجي استعمل ادوية تقلل السكر دا المفروض هستعمل ادوية ان هي ترجع السكر ان هو كونه عالي الى كونه ايه الى كونه طبيعي انا عاوز ان هو يوصل للطبيعي اللي هو المية وعشرة دا هنشرح طبعا القيم الطبيعية عاملة ازاي دا الوقت بس انا عاوزين ان هو يكون قيمة طبيعية 110 طب افرد انت التكيت عليه في العلاج بقى بدلا لما كان المفروض ياخد حبيت السكر خد حبيتين بدلا لما كان ياخد 10 وحدات انسولين لا خد 20 وحدة انسولين الله انت كده بتفتر يا باشا فالفترة ده مش هيرجع بقى السكر لوضعه الطبيعي اللي هو 110 ما بين 110 حتى 140 احنا عاوزينه كده ده اجمل حاجة في الدنيا من 110 140 ده يا محلاها ياخد بالك كمان شوية تعرف ان الحد اقل من 180 قد يكون مقبول هنعرف الكلام ده كل ولكن خلينا بس نقول ان احنا عاوزينه يكون عالي اي كان جايلك بقى الجولوكوس في الدم 300 400 500 اقرقام عالية انت عاوز توصله في المتوسط ما بين 110 140 180 في الحدود ده كده في الحدود ايه اللي شبه طبعي انت بقى جاتي فترت وديته اكتر واكتر فهنا هايبو جلاسيمي هتحصل بقى اللي هو ايه مستوى السكر هيقل في الدم ممكن يوصل ل30 ممكن يوصل ل40 وهنا بقى هيدخل في غيبوبة بس غيبوبة مش غيبوبة ارتفاع سكر لان احنا عندنا مريض السكر معرض ان هو يدخل في غيبوبة سكر بس غيبوبة السكر دي ان ممكن تقسمها الى نوعين غيبوبة ارتفاع سكر بيكون السكر عالي بقى ضارف في السماء وصل ل700 800 شوف ارقام مهولة ده هو الطبيعي كم بنقول الطبيعي من 110 140 لا ده داخلك المستشفى ب700 800 الف ارقام مهولة فممكن يكون ايه ده اسمها غيبوبة بس غيبوبة ارتفاع سكر فيبقى غيبوبة في المقابل اسمها غيبوبة انخفاض السكر اللي هو تلاقي المريض 3045 اللي هو يعني ايه اقتكة ويموت مين الاخطر قالك الاخطر هو فعلا غيبوبة انخفاض السكر ليه غيبوبة انخفاض السكر قاتلة وهو ده اللي بيقوله لك ايه اخطر بكتير من حدوثها لو السكر بقي عال لانه ممكن يموت في ثواني لو السكر قال بس ممكن السكر يوصل ل600 و700 ويفضل عايش على فكرة المرضى اللي بيجب غيبوبة ارتفاع السكر عادي ممكن يفضل ساعات طويلة والسكر بتاعه 700 ولا 800 ولا حتى 1000 ويفضل ساعات طويلة وما ماتش الجسم يعني ايه الجسم يفضل يحاول يعمل كومبانسيشن يفضل ان هو يحاول يصلح من نفسه على قد ما يدر كده جده الجسم هيفشل ولكن فيه امل بينما الهايبو جلاسيميا لا الهايبو جلاسيميا اصلا خلاص السكر قال انت هجيب سكر منين الجسم هيعمل كومبانسيشن هيجيب منين ما خلاص انت خسفت الارض انت جيبت عشرين ولا قمستاشر ولا تلاتين ولا ارقام صعبة خلاص فالجسم ما بيلحقش ان هو يعمل كومبانسيشن ما بيلحقش زي ما تقول بيحصل له شك كده انتهى بقى خلاص فلذلك غيبوب تنخفض السكر اخطر بكتير جدا من ارتفاع السكر لذلك يقول لك ايه يقول لك لو واحد مريض في كومبانسيشن عنده غيبوب يعني وانت ما تعرفش هي ناتج عن ايه ما تعرفش ازاي ان هو قدامك مرمي على الارض وانت ما تعرفش هل اه 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 ودايخ ودوخان سيجنيفي كانت خلاص وانت مش مش عارف تعمل ايه ولا تروح فين ولا تين ما معاكش جهاز السكر عشان تقيس هل هو عالي ولا منخفض ولا ايه وضع بالزبط قالك في الحالة دي ان شربوا يا عم عصير ليه قالك العصير اللي اشربوا ده لو كان هي غيبوبة انخفض سكر والسكر في دمه مثلا عشرين العصير ده هيرفحها الكام مثلا هيرفحها ليه خمسين انت عارف انت بتحييه بالتلاتين اللي رفعتهم دول شوف تلاتين بس من عشرين حتى خمسين الجسم كده ايه يفوق لو فضل عند عشرين كده ممكن يموت بعد شوية بينما انت بشوية العصير اللي شربهم دول انت رفعته الخمسين قربته كمان شوية كده بدأ يفوق ما هو بص خمسين ديا ما يموتش ستين ما يموتش سبعين ما يحصلوش اي حاجة في وقت بالك فانت بتقربه ان هو يفضل عايش بينما لو واحد مثلا ستمية وانت بالغلط يا عم بالغلط شربته عصير هيرفع من ستمية لستمائة وثلاتين فرقت يعني ده احنا بنقول عند سبعمية ولا تمنمية ولا الف ممكن يفضل لساعات كتيرة عايش من غير مشكلة يعني هيكون في مشكلة بس مش هيموت يعني من غير ما يموت قصدي فبيقولك لو انت تايه اللي قدامك ده غيبه بتنخفضه ولا ارتفاع اديله يا عم سكر سكر لو معه هايبه هيرفعه من عشرين لخمسين انت احياته بالتلاتين اللي رافعه دول بينما لو هو كان عالي ستمية سبعمية يعني ورفعته من سبعمية لسبعمية لتلاتين تلاتين دول مش هيدهوروا الحالة مش هيموتوه التلاتين اللي رافعوا دول بينما التلاتين مع المريض الهايبه يرجعوا لي الحياة اللي لقط بقى الفرق يكتب لي كده واحد على الشات يلا يا باشا ممتاز جدا ما شاء الله يعني ايه انتوا مبسطين بطب 6 المعلومات يا جماعة يعني انا النهاردة بحاول ان انا بسط المعلومات قدر المستطاع يعني ايه اكتر من كده سنة تبسيط مش عارف اجيب والله يعني انا بحاول كل ما اجا تكلم مش عاوز ان انا ندخل في كلام علمي قوي لان كده كده الكلام العلم هيقابلنا هنا اخذ بالا هيقابلنا في الورق ده مكتوب بطريقة اكاديمية اصلا ولكن احنا ايه في المقدمة انا حابب ان انا يعني اسسك صح بكلام علمي وبسيط وبسهل جدا بحيث انك لما تيجي تدخل بقى في الكلام اللي بجد تحس ان هو ايه كلام سهل جدا ومفيد معك شو الله تعالى طيب بيقولك مريض الهايبرجليسيميا بقى هنا بالعكس بقى هنا مريض السكر بجد بقى اللي هو السكر عالي في الدم بنسميه بقى ايه دايبيتس مليتس او دي ام ده الاختصار بتاعه المريض الدي ام او دايبيتس مليتس ده قالك بيشتكي من تلاتة بولي بولي يوريا بولي ديبسيا وبولي فاجيا بولي يوريا اللي هو بيتباول كتير بولي ديبسيا عطش دائم وبولي فاجيا اللي هو جوع دائم ده اللي بتليمه عن مريض السكر ان هو دايما بيشرب كتير وناديجة ان هو بيشرب كتير بيدخل الحمام كتير اه وكمان جعان بتواخد بالك لايه اه هو زي ما تقول لعضلات ما بيوصلهاش سكر كتير فدايما انا حاسس ان هو ايه جعان عاوز يغزل عضلات بس في النهاية فيه انسولين ريزيستنس كابسة على نفس العضلات مش ايه منعه ان الانسولين يشتغل ولا يدخل الجلوكوز فهو عادة مرضى السكر بيكون بداياتهم كده عاوز يشرب كتير يدخل حمام كتير دايما جعان ده البدايات حسيت بكده اقلع على نفسك وروح ايه شوف مستوى السكر في الدم عامل بزيزة كده الحمد لله يعني ايه انا حاسس ان احنا عملنا كتير بمعلومات مفيدة وبسيطة في نفس الوقت تعال كده ملخصها لك تعال كده ما نفتكر من البداية عملنا ايه قلنا ان فيه عشر غدد صماء اهمهم البنكرياس فين البنكرياس وراء المعدة مباشرة بيتكون من ايه البنكرياس او وظيفته ايه ليه وظيفتين وظيفة انه هو يشتغل كاندوكراين وظيفة انه هو يشتغل كجزء من الجهاز الهضمي اندوكراين بيطلع هرمونين واحد اسمه انسولين واحد اسمه جلوكاجون الانسولين وظيفته انه هو يقل المستوى السكر في الدم بينما الجلوكاجون وظيفته انه هو يزود مستوى السكر في الدم ده الوظيفة الاندوكراين والوظيفة الاكسوكراين بقى اللي بيرميها في خلال ضقت يعني او قناة اللي هو بيطلع انزيمات اللايبيز والاميليز والبروتييز عشان يهدموا الطعام داخل الاثنى عشر الانسولين ركزنا عليه اكتر وعرفنا انه هو لما بيجي يطلع من جسم الانسان بيكون شابك في مركب اسمه سيبي الطايد على الماشي كده وبعد كده بيتفك من السيبي الطايد ده ويبدأ انه هو يشتغل كانسولين بصورة مباشرة الانسولين بيطلع اصلا ازاي من البيتازيل قالك لو وصل للبيتازيل خلايا بيتا اللي موجودة داخل البنكرياس كده كده بيمر من خلالها الدم فهي قعدة طول الوقت تدوق الدم بتاع الانسان هي اللسان بتاع الانسان من جوه قعدة تدوق الدم لو حست ان الدم مسكر بزيادة هتطلع انسولين بزيادة تب بتاع ايه اللي بيحصل قالك لو جلوكوز السكر يعني دخل بزيادة الى خلايا بيتا هيصنع خلايا اي تي بي او جزيئات اي تي بي بشكل كبير هيمنع ان البوتاسيوم يخرج لبرة هيدخل الكالسيوم الكالسيوم اللي يدخل يقوم زائق الانسولين ايه لبرة بتزائق البرة فيدخل في طيار الدم فيبدأ ان هو يشتغل الانسولين ويقلل مستوى السكر العالي ليه لو تفتخر كده كانت اول القصة ايه ان فيه سكر دخل بزيادة فالانسولين هيطلع بزيادة عشان يشتغل ويقلل ايه ويقلل السكر اللي دخل الجسم بزيادة فيهمت السيكوانس هو ده الانسولين وظفت ان هو يدخل السكر في المسلز بينما ممكن في الحالات المتقدمة بقى من السن من المرض يعني السكر يوصل لاعضاء المفروض ما يدخلش فيها زي العصاب والعين وكده ويدمر الحاجات دي الانسولين كل الاكشن بتاعه في الجسم في الصورة الطبيعية جميل جدا بيقلل مستوى السكر في الدم ويدخله في العضلات عشان يبني طاقة داخل العضلات والعضلات تفضل شغالة زي الفل بيمنع تكوين او انتاج الطاقة من الدهون لان الطاقة بتاعت الدهون مش حلوة قوي على الجسم ضرب البيئة البروتين سينسز بيساعد في تكوين البروتينات في العموم في جسم الإنسان عرفنا مصطلح اسمه انسولين ريزيستنس معناه ان الانسولين ربما يكون موجود في الجسم ولكن مش قادر ان هو يقوم بوظيفته ويدخل الجلوكوز إلى الخلايا عرفنا مصطلح اسمه بيزل بولس بولس ده كميات الانسولين الكبيرة اللي بتطلع بعد الطعام على طول البيزل ده هي كميات الانسولين البسيطة التشعيرة اللي الجسم بيطلحها عشان يفضل محافظ على كونك ايه كونك عايش عرفنا مصطلح هايبو جليسيميا اللي هو انخفاض سكر الدم وعرفنا ان هو في الغالب مش حالة كورونيك ده هو بيظهر لو انت روحت اتغابيت في علاج مريض الضيبيتس ده وديته الدواء بجرعات عالية فممكن ان هو يحصل له ايه هايبو جليسيميا لذلك حلها انك ترجع تدوله سكر من جديد وتشربه اي عصير ولا اي حاجة مسكرة ويبقى كده زبطنا ايه الكفة هايبو جليسيميا اللي هو ارتفاع مستوى السكر في الدم اللي هي في النهاية مرض الضيبيتس مليدس المريض بيحس بتلاتة بولي بولي يوريا بولي ديبسيا بولي فاجيا هي دي المقدمة بتاعتنا لخصناها في دقيقتين بالزبط اذا دقيقتين دول ثبتوا في دماغك وحفصتهم ويحتاج خالص في حياتك داني انك تسمحهم تاني لانهم وقروا في ذهنك تماما اضغط لعلى الشات رقم اتنين يلا يا باشا يلا يا باشا يا باشا جميل جدا جدا جميل 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 ما شاء الله اللي بقى فيه الورق اللي معانا اللي هو ضيابيتس مليدس وخلي بالك ان الضيابيتس مليدس ده احنا نشرحه على كذا علوان فرعي يعني اول علوان معانا دلوقت اللي هو طايبز اند دايجنوزس اللي هو ايه انواع السكر وازاي نشخص السكر ده اول حاجة هتلاقي العنوان اللي بعديه يعني هما كذا عنوان فرع العنوان الفرع التاني ازاي نعالج اول نوع معانا من السكر اللي هو طايب 1 العنوان اللي بعديه ازاي نعالج طايب 2 العنوان اللي بعديه ايه هي complications ايه التعائدات اللي ممكن تظهر مع مريض السكر هما دول اللي اربع عنوان الاسفي عنوان اخير كده مانوش لازمة بس ايه هما دول اللي اربع عنوان الفرعية الاساسية اللي هو type the diagnosis انواع وتشخيص السكر العنوان اللي بعديه طريقة علاج type 1 diabetes mellitus العنوان اللي بعديه طريقة علاج type 2 diabetes mellitus العنوان الاخير المهم اللي هو complications او تعائدات مرض السكر تعائدات دي هم بتظهر مع المريض اللي بيفضل سنوات في بعض التعائدات ممكن تظهر في البداية برضو ولكن هي اغلب التعائدات بالصورة الغابية بتاعيتها بتظهر امتى اه لما يفضل سنين طويلة عنده سكر وما بتعليقش بشكل كويس هنا بقى التعائدات بتظهر بشكل ايه بشكل غاب شوي طيب تعالى بقى اول موضوع معانا اللي هو type 2 diagnosis ايه هي انواع diabetes mellitus وازاي نشخص مريض السكر طبعا التشخيص مش علينا ومش بيسأل عليه في الامتحان بشكل مباشر ولكن مهم قوي ليك انت في الحياة حتى تعرف هل المريض اللي قدامك ده مريض سكر ولا على الحركرك ولا مريض طبيعي او مش مريض اصلا واخد بالك هو ده فالdiagnosis احنا هنشرحها وهنركز فيها كمان من هذا الباب اللي هو مرض السكر يا جماعة يعني ايه صيدالي ومش عارف هل اللي قدامه ده مريض سكر ولا لأ عيبة بحق الصيادلة صح فاحنا هنشرح الديagnosis ونركز عليها من هذا الباب انه هو دايما بتشوفه في المستشفى في الصيدالية في الناس اللي حواليك مهم جدا اخر احصائيات كانت بتقول ان تقريبا تلت الادلت تلت الادلت اللي هو الكبار السن يعني الناس اللي بلغوا يعني التلت عندهم سكر او سكر في بداياته فانت قدام واحد من كل تلاتة حواليك ربما يكون ايه يا مريض سكر بجد يا داخل في مرض السكر يعني لازم معرفة هذا المرض من الحاجات الاساسية في حياة الصيدالية خلي بالك ان كل اللي احنا جايبينه دلوقتي جايبينه منين قال لك جايبينه من الامريكان ضيابيتس اسسيشن اللي هي اي دي اي وديا اهم مؤسسة عالمية بتحط الجايد لاينز اللي علاج ايه لعلاج السكر ويديا اللي لها الابرهاند يعني اللي لها اليد العليا في الجايد لاينز يعني ربما هتلاقي في بعض الحاجات مؤسسات تانية زي دي مؤسسات تانية صح كده المؤسسات التانية ده هي هيقابلنا واحنا منشرح دلوقتي ان لها رأي تاني في بعض الحاجات هل بناخد رأيها قال لك لا رغم ان المؤسسات دي جوه امريكا مؤسسات كبيرة وفي دكاترا اللي بيدروها وفي ناس منتسبين للعضوية بتاعتها يعني ايه عالم كبير ولكن مش بنعتمد عليها في الجايد لاينز بتاعت منها جيل بورد بنعتمد على اليد ايه لان هي دي اللي لها الابر هاند وهي دي رقم واحد في امريكا وهي دي اللي معنية اكتر بالبحث العلمي عن مرض ايه عن مرض السكر فدي معلومة لك انت لو انت عايز تعرف اي معلومات حديثة عن السكر هتدخل على موقع ايه على موقع ضيابيتس.ور بس هو ده تدخل عليها في مؤسسات تانية كندية زي الكنيديان ديابيتس أسوسيشن في مؤسسات اوروبية وكلهم في النهاية بيدوروا في نفس فلك اليد ايه يعني اليد ايه لو قالت حاجة بتلاقي بعد سنة ولا تنين المؤسسات التانية ديان بتوافقها دايما اليد ايه هي اللي سباقة وهي اللي معنية اكتر بالبحث العلمي وهي دي رقم واحد فدي معلومة كده على الهامش عرفها ان الامريكا ديابيتس أسوسيشن هي ايه هي رقم واحد طيب تعالى بقى على الكلاسيفيكيشن ما احنا قلنا بقى ايه هنعرف في اول عنوان الطيبز والديينوز تعالى بقى ما نعرف انواع السكر الطيبز قالك احنا عندنا تي وان دي تي اختصار طيب وان دي اللي هي دايبيتس يعني فهو ده اسمه السكر من النوع الاول وفي تي تو دي اللي هي طيب تو دايبيتس وفي حاجات تانية كتير هنشرحها دلوقتي قالك اول حاجة معانا اللي هي طيب وان ديبيتس ميليتس وده اللي هو السكر من النوع الاول بيقولك اتريتيوتابل تو سيلور ميدياتد بيتا سيل ديستراكشن ليدنج تو انسولين ديفيشنسي انسولين نيدد فور سيربايل يعني بيقولك بيقولك نتيجة ايه نتيجة تحطم وموت خلايا بيتا سيلز خلايا بيتا سيلز اللي احنا شرحناها في المقدمة فجرها اللي كانت بتطلع انسولين قالك ايه اللي بيحصل الخلايا بيتا ديان بتبدأ انها تتضمر وتضوز بشكل متسارع في بداية حياة الطفل لان اني طيب وان ده بيظهر في اول خمس سنين تقريبا في حياة الطفل تمام ده في الغالب يعني بيظهر عند خمس سنين ست سنين سبعة سنين في الحدود دي كده ولكن هو في السنوات الاولى بيحصل ايه يعني هنقول لو ربنا خلقه بمليون خالية من البيتا سيلز بيفضله بيقله سنة عن سنة عن سنة عن سنة لحد ما يظهر المرض بالشكل الكامل بتاعه عند السن خمس سنين سبعة سنين في الحدود دي كده تمام ايه السبب قالك احنا ما نعرفش السبب ولكن هو في النهاب يكون ايه عامل جيني عامل وراسية ولا حاجة هي اللي خلت الطفل ده يتولد بهذا الشكل وخلايا بيتا تتكسر ايه سبب تكسيرها ما نعرفش ولكن زي ما اتفعنا ان هو ايه عامل جيني في النهاية لذلك حل المريض ده ايه حل المريض ده ان هو ياخد انسولين بمجرد ما يتشخص على طول ما هو خلايا بيتا اللي بيطلع انسولين متضمارة يبقى الصح ايه الصحة الننادي انسولين من بره يبقى انا ساقوم بما تقوم به خلايا بيتا سيل العادية فاتدي له انسولين لذلك لو لقيت طفل صغير بياخد حقا انسولين تقول له ازاي بياخد اهو انت فهمت اهو يبقى هو متشخص به طيب وان دايبيتس مليتس فهو بيقولك انسولين في الحالة دي نيدت فور سيربايفل يعني لو ما خدش انسولين هيموت طفل ده يعني كان ايام زمان الاطفال اللي بيجي لهم طيب وان دايبيتس مليتس بيموتوا ايام زمان بقى لقى قبل تصناع الانسولين ولا اي حاجة ده هتلاقي الطفل عاش خمس ست سبع سنين ومات مات من نتيجة ايه انت طيب وان خلاص العلم اتطور دلوقتي وإحنا عرفنا تشخصه ايه وبتدخل بالعلاجات ويفضل عايش ممكن يعيش سبعين ثمانين سنة لو هو ايه ملتزم بيه العلاج عادي بدون مشاكل تمام تم دول يمثلوا كم نسبة من مرضى السكر العالميين قالك بيمثلوا خمسة في المية الى عشرة في المية تمام فورمالي يعني سابقا يعني نون از انسولين ديبندنت دايبيتس او جومينايل انسي دايبيتس ده الاسماء القديمة بقى الاسماء القديمة بتاعة الحاجات السيادلة القدام اللي متخرجين بقى في سنة الفين خمسة تسعين تسعين تمانين واخد بالك الحمد لله احنا مشترك معانا سيادلة متخرجين من سنة تسعة وسبعين الحمد لله يعني ناس في مقام والدي الله يرحمه مشتركين معانا الحمد لله تعالى فاكيد يعني لما ايام زمان وانتوا بتدرسوا الحاجات دي كان اسمها ايام زمان جوفونايل انسي دايبيتس او كان اسمها انسولين ديبندنت دايبيتس ولكن الاسم ده ادم ما عادش بستخدم في الكتب خالص او ما الاسمه ايه اسمه طيب وان دايبيتس من دايبيتس طب هم ليه سمواه انسولين ديبندنت دايبيتس قالك نتيجة ان المرض ده العلاج الاساسي بتاعه ايه انك تدي انسولين صح كده فهم قالين هو نوع السكر الذي يعتمد علاجه انك تدي انسولين من بر فالمصطلح ده ايام زمان كان صح ولكن دلوقتي عادي مرضى الطيب 2 اللي احنا نشرحه كمان شوية ممكن ان هم يتعالجوا انسولين بس بدون اي ادوية حبوب ولا حاجة فانك تسمي نوع انسولين ديبندنت دايبيتس تم النوع التاني برضو ممكن يكون العيان من الطيب 2 اعلاجه الاساسي انسولين بس ومش شرط ياخد حبوب فهنا اصبحت التسمية ايه اه اصبحت التسمية غلط شوية كذلك برضو جوفنايل انسي دايبيتس اللي هو ايه نوع السكر اللي بيظهر في الصغر قال لك برضو التسمية ديا اه ما تعتبرش دقيق ليه لانه هو الشائع ان المرض بتاع الطيب 1 ده يظهر فيه الصغر فعلا هم كلامهم صح ولكن ده الشائع بس فيه استثناءات انه ممكن يظهر اه عادي ممكن يظهر فيه اه واحد اه 18 سنة 20 سنة حاجة و20 سنة فانه هو تسميه السكر بتاع الاطفال بس ما بيظهرش في الناس الادلت يعني فيها جزء من الصح ولكن مش دقيقة قوي فالغي بقى الكلام ده كله وسميه طيب 1 بيقول لك هو بيقول لك الشائع والغالب انه بتظهر فيه اللي هي الطفولة اللي ازا ما اتفقنا في حدود 5-7 سنين ممكن تظهر كده في بعض الاطفال ممكن تظهر عند 11-12 سنة كل دوارد بتواخذ بالك وممكن تظهر عند 18-20 سنة ده برضو ايه ده برضو ممكن تظهر تبتقولي يا دكتور ممكن تظهر عند واحد في سن 30-30 وي اقول لك نادر جدا بقى نادر جدا جدا ان هي تظهر في حد 30 وي بس هي في الغالب بتظهر من 5 سنين 7 سنين 11 سنة 12 سنة ده الشائع ان هي ممكن تتأخر شوية وتظهر عند 18-20 حاجة وعشرين ده بقى قليل خالص حاجة و30 ده نادر جدا بقى تمام بقول لك يوجوى لي السيمتماتيك with a rapid onset in childhood but slower onset can occur in adult in older adult يعني ايه يعني بقول لك لو ظهر الموضوع معاه تفاقم المرض بيكون رابط مع الاطفال يعني لو ربنا خلقوا مثلا بمليون خلايا طبعا مليون هنا يعني عدد افتراضي تمام بمليون خلية بتاسيل هتلاقي ان هو السنة اول سنة من حياته بقوا تسعمائة الف تاني سنة بقوا تمنمائة الف تالت سنة بقوا سبعمائة الف وهكذا سنة عن سنة لحد ما يوصل لان هو خلايا بيتة اتضمرت بشكل كبير واللي تبقى مئة الف خلية ولا حاجة ولا اقل من كده فرابط انست سنة عن سنة المرض بيتفاقم بينما لو ظهر المرض ده عند واحد عمره حاجة وعشرين سنة بتلاقي سنة عن سنة اتفاقم بطيء شوية يعني لو كان اول سنة مليون تاني سنة بيبقى تسعمائة وخمسين الف لا قطها تب تالت سنة يبقى تسعمائة بس فاتفاقم المرض ذات نفسه بيكون ايه بالبطيء لو ظهر معه كبار السن وبيكون سريع لو ظهر معه الاطفال طيب دكتور حضرتك شرحت لنا كلام كتير في الطيب وان وفهمناه انا احفظ ايه اقول لك احفظ كلمتين ملهمش تالت احفظ ان الطيب وان عبارة عن تدمير في خلايا بيتا سيلس المعلومة التانية انه هو بيظهر في الاطفال لو حفظت المعلومتين ده هم يكفوك انك تذاكر اول نوع معانا ويبقى حفظه زي اسمك لو واضح اكتب لي ثلاثة على الشيط يلا بيش هم الكلمتين ده اللي تحفظوا بيتا سيل دستراكشن الناس طيب الطيب 2 قالك طيب 2 results primarily from insulin resistance in muscle and liver with subsequent effect in pancreatic insulin secretion although GI brain liver and kidneys are all involved in the بصو فسيوليش ايه الكلام ده قالك في طيب 2 المفتاح بتاع الخيط او فاهم من نوع التاني هي كلمة insulin resistance ان ممكن البنكريا الشغال خلايا بيتا موجودة مش متكسرة يعني كان في طيب 1 ايه خلايا بيتا تكسرت وتدمرت بشكل significant ومن هنا ظهر المرض بينما في الطيب 2 خلايا بيتا موجودة وبتطلع insulin موجود برضو insulin ولكن للأسف insulin ما بقدرش يقوم بوظيفته ويدخل الجولوكوز في الخلايا ما بقدرش ان هو يدخلها في العضلات ان هو يخزنها في الكبد لان برضو معروف ان الكبد ده من الاعضاء اللي ممكن تخزن الجولوكوز انت عارف كده انت عارف اصلا هرمون الجولوكاجون لو تفتكر كده جولوكاجون فاكر الهومومون ده اللي كان بيطلع من الفا سيل فاكر هرمون الجولوكوز ده انت عارف كنا بنقول وظيفته ايه وظيفته ان هو يعال مستوى السكر في الدم تبع هيعال ازاي قال لك الجولوكاجون ده بيروح للليفر بيروح للكبد يقول له الجلوكوز اللي متخزن جواك طلعه رميه في الدم فلما يطلعه يرميه في الدم يبقى كده بيعلم مستوى الجلوكوز في الدم فبيقول لك الانسولين سبحان الله شايف بقى النظام شايف الرواعة في خلق الله اللي هو الانسولين لما بيشتغل بيقوم رايح مد للعضلات كفايتها ولو في مخزون زيادة اوي يعني يقوم رميه فين داخل الكبد فالكبد ده كأنه مستودع كده بيتخزن جواك الجلوكوز بشكل آمن ده يعني الجلوكوز لما يتخزن في الكبد بيكون آمن بينما لو الجلوكوز ده راح كده داخل على خلايا العصاب والعيلة يدمرها ويبوازها فيقوم متخزن في الليفر بشكل آمن ويفضل متخزن لحد اما انت مثلا تحتاجه طبعا تحتاجه امتى في رمضان مثلا والصيام بتاعك 18 ساعة صيام في بلاد كده 18 ساعة وبعضهم 20 ساعة صيام طبعا دي الساعة العشرين ده انت هكون خلاص شطط تماما فانت عاوز الجلوكوز عشان تفضل عايش هتجيبه منين الجلوكوز بيطلع بقى من الالفا سيل يقوم رايح على الليفر يقول لها الليفر طلع للجلوكوز اللي انا ايه مدهولك بقى انا كنت مخزن عندك الجلوكوز طلعه خليه يترمى في الدم والشخص ده يفضل ايه يفضل عايش طب يفرض بقى واحد في مجاعة ولا حصل زلزال وانقاض وفضل تحت الانقاض يوم في التاني في التالت هيفضل الليفر يطلع 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 لحد ما يشطب خالص معادش فيه الانسان يموت لحقوه بقى في خلال 3-4 ايام قبل ما الكابت يشطب خالص يبقى احنا كده انقذناه ونديله بقى طب لما تيجي تنقذه هل تقوم نديله يلا خد بقى كابس جلوكوز لما انت لو عملت كده هيظهر معاك حاجة اسمها ريفيدينج سندروم ده بقى بتتشرح في شابطة اسمه في لووتز إلكترلايتس أند نيوتريشن ازاي تغزي المريض اللي انت انقذته من الانقاض ازاي تغزي المريض اللي كان في اللي كان في مجاعة هل ينفع تدخل كابس على طول كده بتغذية قوية ولا تاخد هالو بالهادي واحدة بواحدة كل ده بقى يتشرح واخد بالك انا قاعد اربط لك كده المنهج ماشي ازاي انت بتعرف معلومة من هنا لما تروح في شابطة تانية تعرف معلومة هو ده العلم يا جماعة دايما انا بقول للناس اللي بتستعجل عاوزة تعرف كل حاجة في نفس اللهم مفيش كده انا شخصيا انا هو ما عرفتش كلام ده كله كابس كده في نفس الوقت ده سنين طويلة وانا بذاكر واعرف من هنا معلومة وروح للشابطة التانية ولكن انا بحب ان انا اربط المعلومات ما بعضها دكتورة فاطمة بتكرر الكلمة اللي انا قررتها كتير قوي العلم تراكمي تمام معلومة فوق التانية فاللي بحصل ايه في مريض الطيب تو بقى اللي بحصل اللي هو انسولين ريزيستنس انسولين ما بقدرش ان هو يشتغل ما بقدرش ان هو يدخل الجلوكوز داخل العضلات ولا يخزنه في الكبد ولا اي حاجة فمن هنا بيفضل مستوى السكر عالي فيه الدم هو ده النوع المشهور بقى بيقولك هو بيحصل فيه 90 الى 95% هو بيقولك بقى ان هو يعني ليها بصو فيسيولوجي معقدة شوية الكبد داخل البرين داخل كل الكلام ده ايه منش عاوزين ان احنا نتطرق ليه بالتفاصيل خلينا نعرف المعلوم ببساطة تمام فبيقولك ده النوع المشهور بقى اللي هو طيب تو اللي هو 90 الى 95% من المرضى بيكون عندهم النوع ده ايام زمان كانوا بيسموه non insulin dependent diabetes واحنا نتطرقنا ان النوع ده ايه او التسمية ديان خطأ لان الطيب تو عادي يعني تعرف كمان شواء لو مريض داخلك السكر بتاعه اول تشخيص لي ربعمية انت على طول فورا بتديله انسولين وما بتديلهش اي دوة وهو طيب تو اه بتعمله معاملة الطيب وان وتديله انسولين مباشرة ازاي ده دوك هو ده هو ده الجايد لينزي الجديد فالانسولين عادي ممكن ندخله لمرضى الطيب تو مباشرة لو كان السكر جاي بقيم عالي اوي وبيقول لك برضو كانوا بيسموها ايام زمان اضلت وانس الديابيتس اللي هو السكر بتاعه كبار تمام اللي هو الاربعين سنة فيما فوق وقال لك برضو التسمية ديان مش دقيقة اوي لانه ممكن يظهر مع الحاجة وعشرين حاجة وثلاثين سنة هو مش مش مشهور انه هو يظهر في حاجة وعشرين او ثلاثين ولكن ممكن ده احصل فهو ما يقول لك ايه على ايه الفرهادة دي كلها ونفضل نفصل ونعمل والاسم في النهاية ما يكونش دقيق يا عمي سم بتاع اللي هو بيتا سيلز اللي بتتضمر فيها سمي طايب وان وشكر اتضمرت بقى في اي عمر مش عارف ايه هي طايب وان وخلصت وسمي اللي بيحصل فيه انسولين ريزيستنس اللي هو الانسولين موجود وخلايا بيتا موجودة وطلع انسولين والدنيا جميلة زي الفل بس ايه الوحاشة فين ان الانسولين مش شايف شغل مش قادر يقوم بشغل نتيجة ايه اه نتيجة الابيزيتي بقى هنا هو تظهر معنا المعلومة ايه تماما بيقولك often asymptomatic often او often كلا النطقين صحيح often asymptomatic مقصود ده ايه اللي هو في العادة بيكون ظهور الاعراض بالبطيء اوي لدرجة ان الشخص مش بيحس تماما اه لذلك ممكن نسميه المرض القاتل زي الضغط كده الضغط برضو بيسمى المرض القاتل الصامت لانه بيقتل الانسان ببطء شديد جدا الضغط يعني الجسم ممكن تلاقي واحد ظهر معاه الضغط ويفضل سنين طويلة مش حسس به وليه لان الجسم بيفضل يعمل حاجة اسمها compensation يفضل يصلح من نفسه يوم بيوم يعني هو الضغط قاعد يزيد شهرة عن التاني تكة بسيطة فالتكة البسيطة دي ينشهر عن التاني الجسم ايه كل شوية بيفضل يتكيف معا عارف انت نظرية الدفضعة اللي هي مثلا حد دفضعة ويحطها في مية سخنة او مية بردة عادي ويبدأ سخانها تكة بتكة تكة بتكة فالدفضعة تفضل ايه تفضل تتكيف مع درجة حرارة 30 طيب انت رفعتها الاربعين بعد شوي تتكيف مع درجة حرارة 40 رفعتها الخمسين تفضل تتكيف مع درجة حرارة 50 وهكذا الجسم يفضل يتكيف لحد ما توصل لدرجة ان المية بدأت تغلي تموت بقى يعني خلاص وصلنا بقى للنهاية هتموت بس قبل ما تموت كانت متكيفة مع الوضع هو الجسم تقريبا بيكون نفس الموضوع كده يفضل يتكيف مع مرض السكر او الضغط بالبطيء لحد ما يظهر بقى المرض وتلاقي المريض متفاجئ معقول يا دكتور انا عندي سكر المفاجئة دي جات منين جات في بعض المرض يقوم بقى انا فاجأة جالي سكر لا هي مش فاجأة هو انت بقالك سنين طويلة جسمك قاعد مرض السكر بيظهر فيه ولكن ببطيء ببطء شريد فجسمك قاعد يتكيف سنة عن التانية لحد ما هي خلاص بقى انت جبت اخر الجسم يا باشا اللي حصل حصل وظهر معاك المرض ايه بجد بقى فبيقولك بيفضل يا تراكم في الجسم على مدار كام على مدار خمس الى عشر سنين يعني مثلا لو واحد تم تشخيصه عند سن خمسة وخمسين سنة انه هو مريض سكر انت عارف مرض السكر بحق الله بدأ يظهر معاه من سن كم بدأ يظهر معاه من سن خمسة واربعين حتى سن خمسين ممكن تكون البداية في الفترة دي كده وفضل يظهر تكة بتكة بتكة لحد ما ايه واصل عند خمسة وخمسين سنة وبدأ نكتشف ده ده ايه ده ده المعدلات بتاعة امريكا هناك للناس اللي هو فيه منظومة صحية على اعلى مستوى ممكن في البلاد بقى للمنظومات الصحية بتاعتها ضعيفة شوية تلاقي ان هو يتم الاكتشاف بعد عشرة الى خمستاشر سنة ولا حاجة يكون المرض ايه تطور معاه بشكل جبيل فهو بيقولك في اوفن اسمدوماتيك يعني في الغالب بيكون على البطيق وبشكل مش ملحوظ ما فيش سمتومز او فيش اعراض الشخص مش هزز بحاجة لذلك هي دي نعمة الالم على فكرة يعني ان الانسان يحس بالم او بمشكلة دي بحد ذاتها نعمة ان هو بقى ايه اه بينبهك ان فيه حاجة تخيل بقى لو واحد مع كل حاجة في حياته ما يعرفش ان هي بتحصل قصة في جسمه فتلاقي جسمه نهارب وماته ولا تدارب حاجة فالالم هو اه شر في ذات نفسه ولكن بينبهك ان فيه شر قصة موجود طب بيقولك ده بقى اللي احنا هنشرحها تحت حتى نكتب لك يعني ايه هنشرح الكلام ده تحت بيقولك ايه بيقولك مش هو بتطور من خمسة لعشر سنوات قد يكون من عشر لخمستاشر سنة كمان اه قالك اعمل حاجة اسمها سكريننج بقى سكريننج ده هنشرحها تحت بالتفصيل وظيفتها ايه وظيفتها انك تلقط المريض اللي قدامك ده هل المريض اللي قدامك ده بيتطور مع مرض السكر ببطء ولا هو مريض اصلا طبيعي والدنيا جميلة زي الفل تمام اه دكتورة سماح بتقول بالبين اس دفينس ميكانيزم الالم اعمل الالم بيقولك بيقولك الناس بقى خاصة مين هما خاصة التخان هنيجي نشرح الكلام ده تحت شوية ان التخان فرصة حدوث مرض السكر معهم بكون عالية خلي بالك اذا مرض السكر ظهر بيلبت في جسم الانسان ما بخرجش خلاص هو اذا تشخص ان هو مريض السكر ووصل للقيم اللي احنا نقولها دلوقتي لان في قيم محددة اذا وصل لها يبقى هي دي القيم اللي اذا تخطاها خلاص انتهى مرض السكر كده طلقت يا باشا في جسمه يعمل ما يعمل مش هيرجع لوره خلاص بس انت ايه اذا عمل حاجات كويسة كتير ممكن حدة المرض تخف ويبدأ ان هو ياخد ادوية خفيفة وبسيطة والدنيا مكملة وعايش زي الفل تمام هو ده يعني اخره اما ان هو يزبط ادوية والادوية يستخدمها للمدة 3 شهور ويوقفها ويبقى كده علجنا مرض السكر فيش الكلام ده مين بقى المريض اللي هو انت لو لقطه وزبطت في حاجات معينة مش دوة بقى زبطت التخن بتاعه زبطت الاكل الصحي زبطت واخد بالك وزبطت الدنيا معاه يقوم راجع لورا والسكر ما يجيش هو المريض ده بقى في حالة تطور المرض اللي هو من 15 ايه سنين في الحالة بتاع التطور المرض قبل ظهور المرض هو ده اللي لو لقطه وزبطت له جسمه من غير ادوية حتى يبقى انت كده بترجعه للوضع ايه الطبيعي هو من ده اللي هيقابلنا كمان شوية اسمها ايه اسمها بري ضيابيتك بري ضيابيتك اللي هو ايه مريض مش طبيعي مش نورمل وفي نفس الوقت مش ضيابيتك مش مريض سكر يعني له طبيعي وله مريض سكر يعني قيم السكر في دمه اعلى شوية من الطبيعي بس مش عالية قوي زي مريض السكر اللي هو بين البنين بين البنين دول اسمهم ايه اسمه اسمه مريض البري ضيابيتك اللي هو ما قبل مرض السكر مريض ما قبل مرض السكر هنا لو لقطه وخلته يزبط اكله وريطه ودخنه ومش عارف ايه كده بيرجع لورا يبقى طبيعي طب لو سبته هيتطور لحد اما يظهر الضيابيتس طب اذا ظهر الضيابيتس خلاص بس لبس في جسمه ومش هيطلع تاني ابدا لازمة نستعمل الادوية مدى الحياة خلاص كده فهمت تطور الطيب 2 عامل ازاي لو مستوعب الطيب 2 اكتب اللي اتنين على الشات او بيقولك دايما ايه نتيجة الوبزيتي لذلك الطيب 2 انا عاوزك تحفظ فيه كلمتين ايه هما الكلمتين انه هو انسولين ريزيستنس وبيحصل مع الطخان بس كده هما الكلمتين دول اللي تحفظهم يبقى ذلك في الطيب 1 تحفظ ايه تحفظ ان فيه بيتا سيل دستراكشن خلايا بيتا بتتكسر وبيحصل مع الاطفال طب الطيب 2 في الغالب يعني والطيب 2 بيحصل في انسولين ريزيستنس الانسولين ما بيشوفش شغلة حالو وبيحصل مع الطخان بس كده هو جيب اكده قلصنا طيب 1 وطيب 2 بيبقى انواع غريبة نادر حدوثة اصلا في البشر نوع اسمه maturity onset diabetes of the young بيقولك result of genetic disorder leading to impaired secretion of insulin with little or no impairment in insulin action يعني بيحصل ايه بيحصل خلل جيني يحاكي الى حد ما طيب 1 وبرضو يحاكي الى حد ما طيب 2 يعني بيحصل في كلا المشكلتين بشكل ما ايه بقى قالك impaired secretion of insulin يعني الانسولين ما بخرجش يعني وكأنه طيب 2 طيب 1 وبيقولك بيحصل little or no impairment little يعني ايه بيحصل في المشكلة impairment انه فيه عطب او مشكلة يعني مشكلة يعني ايه دي انسولين اكشن انسولين اكشن اللي هو ايه انسولين resistance يعني الانسولين مش شاف شغله فهو بيقولك بيحصل فيه كلا المشكلتين يعني الانسولين ما بيطلعش حلو ولو طلع ما بيشتغلش حلو يبقى انت هو ما انت معلش انت كده جيبت ايه وصف 1 ووصف 2 لذلك هو كاتب لك في الجملة التحت ايه على طول بقى ايه قالك my mic يعني يحاكي طيب 1 او طيب 2 فهو ازا ما تقول كده مدخل الاتنين في بعض تمام هوا ده اسمه ايه maturity onset of diabetes وده من الانواع النادرة جدا اللي ممكن تحصل في البشر النوع اللي بعدين اللي هو gestational diabetes اللي هو سكر الحمل مصطلح جلوكوز intolerance عشان يتفهم لازم ان نعرف مصطلح جلوكوز tolerance tolerance يعني ايه؟ tolerance معناها ان الجسم يقدر يستوعب المادة اللي قدامه يعني لما نقول واحد عنده lactose tolerance lactose tolerance هو ده القاعدة العامة اللي هو واحد لو خد اللاكتوز السكر يعني بتاع اللاكتوز اللي موجود فيه اللبن او الحليب يقدر يشربه وما يحصلوش مشاكل ما يحصلوش اسهال ولا مشاكل في البطن ولا float lens الانتفاخات والحاجات دي لا ما يحصلوش ده اسمه ايه lactose tolerance لما نقول واحد بياخد ادوية والدوى ده tolerated tolerated يعني خد الدوى الدكتورة فعلا خد الدوى وجسمه تكيف مع الدوى ده عادي بالعكس بقى لما نقول فيه lactose intolerance lactose intolerance معناه ان جسمه مش قادر يستوعب اللاكتوز ده يعني لو شرب لبن اللي فيه سكر اللاكتوز ده ونزل الامعاء تتجنب تلاقي القولون انتفخ وحصل له اسهال ومغص وغازات انتفاخت بالك هو ده وده بحصل مع فئة بشرية عريضة من المجتمع اللي هو عندهم lactose intolerance زالك تلاقي بعض الاطفال يقول لك انا ما بحبش لبن فالاهل بيغصبون وياخد يا عم حرام عليك الطفل ربما يكون عنده lactose intolerance تابع ابنك شوف قلبي يجي له اسهال ومغص حاجات اذا قال لك انا ما حبش اللبن ما تلوطش عليه تقوم ايه له اللبن هو اللي مش بيحبك ما هو جايز عنده lactose intolerance يا باشا وانت جده هو طبعا الطفل مش هيموت ولا يحصل له حاجة بس كل شوية انت بتقرفه معاك خد لبن فبطنه توجعه يجي له اسهال شوية غازات تتعب ابنك ليه بلاش لبن خلاص شوف حاجات تانية فيها كالسين بخلاف اللبن لان المنتجات الالبان الصريحة ديا هي اللي بتكون مؤزية شوية اما لما تاخد اللبن وتبدأ تعمله في صورة منتجات زي الزبادي او الجبن او مشابه بتكون ايه حدتها اخف شوية من اللبن الصريح كده ماشي فده مصطلح intolerance طب هنا بنقول جلوكوز intolerance يعني ايه يعني جسم المرأة مش قادر يتعامل مع الجلوكوز مش قادر وهنا بقى بيظهر معاه مرض ايه مرض السكر لذلك بنسميه سكر الحمل جلوكوز intolerance مش معلوم السبب في بعض النظريات بتقول لك الهرمونات اللي طالع من بلاسينتا اللي مش عارف ايه كل ده عبارة عن نظريات قد تكون صحيح احنا ما نعرفش بس احنا في علم الكلينيكا في النهاية ما يهمناش قوي النظريات التي تفسر منين جيل مرض احنا في علم الكلينيكا لو في البورد عموما يهمنا ان احنا نعرف المرض نفهمه نعرف ايه هو اصلا ده الخطوة الاولى الخطوة التانية نركز بقى في الدواء يا باشا احنا عاوزين نركز في الدواء نعرف المرض اللي قدامي ده يتعالج ازاي وايه هو الفرست لاين والسكند لاين واذا ما زبطش تدخل بايه وتحط ايه اد اون والجانك تفسيرا بيه والتداخلات الدوائية والاثار الكلينيكية والاثار الجانبية هو ده 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 شغلنا كسيدلة جمعة للأسف بعض الناس احنا اسمينا البصلة التعليمية ووظيفتنا ايه ووظيفتنا ان احنا نوجه بصلتك صح للحاجة اللي تفيدك كسيدلة صح للأسف في بعض الناس بتدخل طريق البورد مش عاوز يبقى صيدالي عاوز يبقى طبيب فيه واحد على فكرة قابلني بعد ما نجح في البورد يوم ما يقول لي على فكرة دكتور ايه قال لي انا عاوز ان انا قدم في كل الطب قال لي انا مش مرتاح بس ان انا كنا عارف الدواء ولتوله ماشي واطموح وكل حاجة بس عاوز تروح طب سبع سنين وبعد ما تطلع من الطب تدخل بقى ماجستير والدكتوراه انت وهابت نفسك للعلم يا ابني ولا ايه بالزبط فيه ايه المهم لو هو اطموحه كده وعاوز يوصل لكده ماشي بس احنا يا جماعة كسيدلة يهمينا اكتر ايه يهمينا الدواء مرحلة فهم المرض مرحلة مهمة بس مش هي الاساس احنا بنشرح المرض لو جيت بص لشرحاتنا تلاقى الشرحات بتاعتنا متزنة فها نوع من التوازن ان انا عرفك المرض ايه بس نجري بقى على المنطقة بتاعتنا كسيدلة ونركز فيها ونعرفها في بعض الناس لما بنجي نشرح عاوزين نفضل في المنطقة اللي مش بتاعتنا ونقطر في الكلام غلط كده لذلك ربما في بعض الناس دخلة بفكر مسبق او اي حاجة وان مش شايفين الصورة الكاملة زي ما انا شايفها الحمد لله انا بشرح كامل منهج البورد كل الشباتر 28 شبطر انا بشرحه حتى الشبطر الجديد اللي اضاف انا برضو مزبطه وشرحه فالحمد لله شايف الصورة الكاملة للمنهج فلما تلاقيني بشرح لك بتوازن انا عاوزك يعني زي ما تقولك كده يكون في نوع من الثقة وانتك يعني مديني مسلملي المنهج زبطول يا دكتور انا بسمعك رستقلي المنهج على كيفك وانا معاك سبها لي وانا هوصلك لمستوى عالمي ده شغلتي وده اللي انا بحبه وده الحمد لله اللي احنا بقالنا سبع سنين بنعملوا في المجتمع الصيدلي في الشرق الاوسط ولله الحمد الاف من الصياد اللي طلعوا من تحت ايدينا مبهورين بالمستوى العلم اللي وصلوله الحمد لله تعالى فانت تكة بتكة كده معايا شبطر بشبطر هتلاقيك وصل على اخر المنهج بازن الله تعالى باسم الله ما شاء الله تعالى عالمي في نفسك واحدة بواحدة كده فحتة الميكنيزموف اكش ازاي ظهر سكر الحمل مش علينا ولو ممكن نجيبها ونشرحها ونفضل نقول للنظريات بس في النهاية مش علينا مش علينا كمان هاجبورد لا مش علينا اصلا كسيادلة حتى بعيدة عن منهج البورد مش علينا امال ايه اللي علينا كسيادلة في العموم بقى سواء منهج بورد او غير منهج بورد علينا ازاي تعالجه اصلا مريضة سكر قدامك وحامل ايه الفرستلين احنا موك ايه المفروض انسولين طب واحد طلع ميتفورمين غلط غلط وغلط وغلط الميتفورمين ده ما يطلعش غير لما يكون الانسولين ده طريقه مزدد وبلوك وجربت كمان الجليبرايد وبلوك كمان الجليبرايد وروحت الميتفورمين لان الميتفورمين في حد ذات نفسه اللي الحامل مش حالو الميتفورمين مصاحب ان هي تولد الطفل بدري طب انت عاوز الطفل يتولد بدري ويدخل حدنا ما دي المعلومات اللي لازمة تكون انت صيدلة عارفة اما نفضل نشغل نفسنا بحاجات مش بتاعتنا غلط اللي مستوعب معايا يا جماعة احنا داخلين كصيدلة نفهم ايه بالزبط حقيقتنا كصيدلة هنركز في ايه بالزبط يكتب لكده تسعة انا بحب ان احنا نزبط المفاهيم دي بعض الناس للأسف نست يعني ايه صيدلة ودخلين في العلم غلط في اتجاهات غلط مش بتاعتنا خالص عيب ان يكون صيدلة ومش عارفين الدواء عيب عارف مش عيب خالص ان انت تكون اصلا مش عارف سكر الحمد ازاي ولا حتى مرض مش عارف ايه من شاءه ايه ولا السمتومز بتاعته ايه لا يعني ايه مش عيب تكون عارفه من بعيد لبعيد اه عادي عادي يعني ايه الميني بوز خلاص عارفت هوت فلاشز مع بجان الاطرف كمين مش هندرس بقى بها هوت فلاشز و بجان الاطرف ده بالتفاصيل ومش عارف ايه ونركز فيها وازاي نشخص وازاي نعمل وايه الفاربة من دي ودي مش مش تابعنا خالص الكلام ده تماما ولا عايزينه اساسا اما لا عايزين ايه اه الفيرستلين بتاعه ايه ايوة انك تدي هرمونال ثيرابي هو ده انت اخد بالك هو ده ركز فيه الحاجة اللي تخصك انت كصيدلة هتلاقيك مرتاح وماشي بنفسها مرتاحة والدنيا جميلة خالص كتير من الناس تيجي تسألنا على الخاص يا دكتور وتسألنا في حاجات معينة اقول لهم ده مش منطقة والله ما اقدرش فيه انت روح لطبيب روح لطبيب مختص هو اللي هيفيدك باذن الله ومش عيبة خالص خالص انت ايه عارف قدر علمك وقدر مسؤوليتك وبتنفذها بما يرضي الله يبقى انت كده زي الفير طيب سكر الحمل جلوكوز انتولرانس مقصود بها ان جسمها مش قادر ان هو يستوعب جلوكوز ده نتيجة ايه هو نتيجة اكيد في النهاية هيكون خلال هرمونات في النهاية يعني وبمجرد ما الحمل بيختفي وتولد الطفل ده بتلاقي السكر ايه اختفى ورجعت واحدة طبيعية خالص نادر ان هو يكمل فيه ما بعد الحمل نادر يعني هو السيناريو ممكن يحصل بس نادر شوي تبدأ بيحصل في كم في الماء من الحوامل قالك النسبة بتختلف من مجتمع للتاني يعني ممكن تلاقي مجتمعات بيظهر فيها في واحد في المية مجتمعات اخرى كتير شوية 14 في المية فعادي يعني هو نسبة كبيرة من الرينج نفسه متاسعة شوية ولكن لو ظهر يعني في مجتمع سيدات هتلاقي ان هو في 4 في المية منهم بيكون فعلا سكر حمل مؤذي اللي هو فعلا يعني لو ما تزبطش ممكن يعمل أبورشن ممكن يعمل إجهاض بيدمر جسمه ده 4 في المية لو ظهر يعني طب بيقولك وبيظهر اكتر فيه الاسبوع او فيه الجزء الثالث من الحمل تعارف الحمل المفروض 9 شهور الفرسة الترايميستر اول 3 شهور اللي بعدهم سكن اللي اخيرهم الثيرد اللي هو الشهر السابع والثامن والتاسع مصطلح البريضايبيتس اللي هو مصطلح ايه مصطلح اللي هو الحتة دي اسمتوماتيك اللي هو التطور بتاعه من 5 ل 10 سنين هي دي بقى اسمها بريضايبيتك يعني المريض بيكون نورمل ثم بيمشي شوية كبريضايبيتس ممكن يمشي له من 5 ل 10 سنين ثم يوصل في النهاية الى مريض ضايبيتك اللي هو مريض سكر بحق وحقي النورمل ده بتنصحه بايه انه هيفضل نورمل يفضل محافظة على اكله ووزنه ورياضته وكده المريض البريضايبيتس بتأكد بقى المعنى ده بتأكد عليه وتقوم يقول له انه هو ده علاجك يعني هل يا دكتور مريض البريضايبيتس ده ادخله بدواء قالك لا ما تدخلهش بدواء خالص ما تدخلهش بدواء تمام هل يا دكتور ممكن ادخله بميت فورمين بعد الدكاترة بتكتب كده قالك هو الصح برضو عشان تكون عارفها كمعلومة الصح ان المرضى البريضايبيتس علاجهم مش دواء علاجهم الاساس ان هو يزبط وزنه ورياضته واكله والدنيا تمام وهيرجع تاني للنورمل زي الفول ما تشيلش هانا قالك في بعض الدكاترة ممكن تدي الموت فورمين بجرعات بسيطة اللو حباها الصبح حباها بالليل اللو خمسمية حباها خمسمية صبح حباها خمسمية بالليل حاجة بسيطة يعني بيزوء العمل هل لو شفتوا دكتور بيعمل كده مع مريض بريضايبيتس غلط ولا صح قالك صح مش اجراء غلط ولا حاجة يعني وبستعمل الموت فورمين لمدة بسيطة لحد اما قيم العيان تبدأ انها تزبط ويرجع للطبيع وبعد كده تقدر انك ايه توقف الموت فورمين هو تقريبا السيناريو الوحيد اللي ممكن يقابلك ان مريض سكر يستخدم دول فترة محدودة ويزبط ويرجع لانه هو في النهاية مسموش سكر مسموش مريض سكر رسمي عمال ايه ده هو كان مقابل السكر وانت لحقته بالميت فورمين مع تزبط الاكل والرياضة والتخن والكلام ده فقام راجع تاني ماشي ساعته يعني ايه سيناريو يماشي الحال والميت فورمين تقدر تستعمله لمدة شهور بسيطة وتوقفه جميل كده ده مين ده مريض البريض وبيقولك إمبيرد جولوكوز طولرانس إمبيرد جولوكوز طولرانس اللي هي تسوي إيه؟ جولوكوز انتولرانس صح كده ركز كده في الجملة إمبيرد جولوكوز طولرانس يعني أنه هو يقدر يتحمل الجولوكوز ويدخله فيه العضلات ويخزنه فيه الكبد يعني له القدرة على ذلك فإمبيرد يعني حصل عطب فيه مشكلة فيه حاجة غلط في الموضوع ده فإمبيرد جولوكوز انتولرانس تكافئ كلمة إيه؟ تكافئ كلمة جولوكوز انتولرانس إنه هو ما عادش قادر يستحمل الجولوكوز دي كلها عبارة عن مصطلحات هيا من نشرحها بأسلوب سهل وبسيط عشانه وإنت بتقرأ ما تفكرش إن الكلام ده مكالكع وصعب لا يا عباش أقول العلم سهل العلم سهل والمصطلحات سهلة كل حاجة سهلة ده سيئة الفكرة فيه اللي بيوصل لك العلم ده بعض الناس تقول لي أياماً كلية كنا بنبص على المعلومات بنحسها صعبة مع حضرتك بنحسان هي سهلة قوي ما هي هي سهلة هي الأصلة سهلة ولكن بتاع فيه ناس ما بتشئ يعني مش عاوزة تبسط بتصعب الموضوع بتكالكعه فيه بعض الناس قابلون على فكرة بيكونوا قصدين إنهما يشرحوا بالإنجليزي بشكل أكاديميك شوية بشكل أكاديمي بصورة فوقية علوية واخد بالك كأنه يعني العلم ده حاجة لازم أنت تقال بالشكل ده بالطريقة دي عشان يبقى احنا جمدين تنين لا يا باش مش لازم عادي انت ممكن تبسط العلم وتحبب الناس في العلم بأسلوب سهل وبسيط وفي نفس الوقت بتوصل المعاني العلمية القوية الأكاديمية العالية المستوى الأدفانسة المالوش مسيل بس بنتموصله بالهادي بالهادي يا زبادي مش لازم أن احنا نوصله بكالكعة فالحمد الله أنا بتتابع الطريق ده اللي شايفني ناجح في اتباع هذا الطريق يشجعني كده بواحد على المشرب ماي الله يكريمك مبيرد فاستنج ملوكوز يعني ايه؟ عارف فاستنج مقصود بها صوم صوم يعني ايه؟ اللي هو واحد بقاله فترة ما بيأكلش مش مقصود صوم شرعي في العلم عندنا فاستنج فاستنج ده لها معنيين بالمعنى الشرعي وبالمعنى الطبي بالمعنى الشرعي إنك تصوم عن الغذاء والشراب حتى ماييجي أدان المغرب بينما فاستنج بالمعنى الطبي إنه هو الواحد يمتنع عن الحاجة اللي فيها غذاء أو كاربوهيدريت تحديدا لمدة 8 ساعات أو أكتر وطول الفترة دي لو كان بيشرب ميا عادي لأن الميا مافهاش ايه؟ ميا من غير سكر أو انت واخد ميا خام كده اللي هي مافهاش أي حاجة ميا عادية خالص أوكي فاستنج اللي هو الصوم بالمصطلح الطبي معناه إنه هو 8 ساعات أو أكتر كان بيشرب ميا عادي بس ما كانش بيأكل أي حاجة فيها سكرات ولا أي حاجة تمام؟ هو ده المعنى إيه؟ بتاع الفاستنج فهو بيقولك فاستنج جلوكوز بيحصل فيه إمبيرد اللي هو الجلوكوز اللي بيطلع في الفترات اللي انت ما بتاكلش فيها وعالي ينهر بيط غريبة دي صح؟ معه الجلوكوز لو طلع في فترة أنت بتاكل فيها وزاد في الدم ده طبيعي يدخل الدماغ صح كده؟ فما بقى لك بقى إن جلوكوز في وقت بقى لك ثمان ساعات ما كلتش فيه خالص بس شربت ميا كده وعالي لا يبقى إيه؟ هنا بقى المشكلة يبقى هو ده إيه؟ مريض السكر أو ما قابل السكر بيقولك إمبيرد إمبيرد يعني إيه؟ في مشكلة بس مشكلة مش شبه بتاعة مريض السكر الرسمي بس مازال إيه؟ في مشكلة قاعدة تتطور في الخفاء اللي فيهم مصطلح إمبيرد جلوكوز تولورانس ومصطلح إمبيرد فاستج جلوكوز يكتب لتنين على الشات خلاص المصطلحات مفهومة كل حاجة مفهومة تمام؟ آه تمام كده يلا خش بقى على اللي بعده أظهر ديابيتس مليتا ستايبس أنواع غريبة بقى جيناتك دفكت إن بيتا سيل فانكشن أو إنسولين أكشن يعني بيقولك إيه؟ مشاكل جينية في خلايا بيتا أو في وظيفة الإنسولين نفسها بتلاقي هنا يعني اللي هو خلية بيتا سيل ممكن تكون ما تضمرتش زي طيب وان بس في حاجات جينية متخلي إن بيتا سيل زي أصلا ما تصنعش الإنسولين والإنسولين لو تصنع ممكن يكون فيه خربطة فيه ما يشتغلش حلو كل دي بتكون حاجات جينية نادرة تمام؟ بيقولك في مشاكل تانية في البنكرياس زي البنكريا تايتس بنكريا تايتس ده مقصود بقى إيه؟ مقصود بيها البنكرياس لو تفتقر كنا بنقول إن فيه وظيفتين وظيفة اندوكراين ووظيفة إكسوكراين اندوكراين إنه هو بيطلع هرمون الإنسولين وجلوكاجون ووظيفة إكسوكراين تبع الديجيستف سيستم إنه هو بيطلع إنزيمات الأميليز والبروتييز واللايبيز صح كده؟ قالك في مرض البنكريا تايتس بقى بيحصل عطب ومشكلة ومرض في الوظيفة بتاعة البنكرياس الهضمية يبقى البنكريا تايتس عبارة عن إيه؟ عبارة عن مرض البنكرياس في الشق الهضمي بينما الضيابيتس ميليتس عبارة عن إيه؟ مرض في البنكرياس بس في الشق إيه؟ الإندوكراين فهو بيقولك البنكريا تايتس إن الشق الهضمي بتاع البنكرياس حصل في مشكلة فتباعا المصانع المجاورة للمصانع بتاعة الأميليز واللايبيز والبروتييز بيحصل فيها مشكلة يعني هنقول مثلا المصانع دي عبارة عن إيه؟ البنكرياس ده هنشابهه بالمنطقة الصناعية ففي منطقة صناعية بتصنع أميليز وإخواته وفي منطقة صناعية مجاورة بيحصل فيها إيه؟ بيتصنع فيها البيتا سيلز ففي البنكريا تايتس ده المنطقة الصناعية اللي كانت على اليمين بتصنع الشق الهضمي حصل فيها حريقة ولعت بازت فبيقولك النار ممكن تطول مين؟ النار ممكن تطول المصانع المجاورة بتاعت شق الاندوكراين فبيقولك ممكن البنكريا تايتس لما يظهر في المريض بعد سنوات عجاف من المرض ممكن يظهر تباعا ليه الضيبيتس ميليتس فهمت بقى إزاي السكر بينشأ تباعا للبنكريا تايتس اكتب لواحد لو فيهمته ممكن ينشأ برضه بس الكلام ده بنكرر ان هو ما بيظهرش على طول كين لا بيظهر مع الكورونيك بنكريا تايتس اللي هو بقاله سنين طويلة مع بنكريا تايتس فاتباعا المصانع المجاورة بتتأثر ويظهر معه سكر ممكن يظهر في النيو بليجيا نيو بليجيا مقصود بيها ورم باخد بالك فلو في ورم في المنطقة دي الممكن يظهر سكر أو سيستك فيبروسيز يظهر تليف معين في الخلايا كل دي حاجات نادرة برضه بقولك دراجز معروف الكورتزون لما بيستخدم بيعلي السكر شوية دكتور مريض سكر قدامي وراح ياخد الكورتزون صحة ولا غلط في العموم صحة ليه فرق يا باشا ما بين يحديك مثال السودقوفيدرين معروف ان هو بيعلي الضغط معروف طيب هل والسودقوفيدرين دواء كويس جدا كمضد احتقان للأنف طيب هل مريض ضغطه قدامي كنترول كنترول يعني ايه يعني بياخد أدوية ضد الضغط والضغط والأدوية دي المزبطة الضغط بتاعه حلو وهو دلوقتي عنده راش حوز وكامه مش عارف ايه وعاوز ياخد السودقوفيدرين اللي هو موجود في الكلاريناز مثلا هل صح ولا غلط ياخده يا باشا ايه المشكلة ما ياخده هو الضغط بتاعه مستقر يا السودقوفيدرين ده هيدرب الضغط بتاعه في السماء لا هو يعقل الضغط حاجة بسيط طب الضغط بتاعه متزبط بأدوية فخلاص مفيش مشكلة فانا مش عايزك اللي ان فيه الخطأ ده خطأ مشهور بيقع فيه كثير من السيادلة اللي هو واخد العلم بال اصلا انا سمعت اصلا انا شفت اصلا انا تقلي اصلا انا قرأت بصت على الفيسبوك في بعض السيادلة اللي هو ما تأسسش علميا صح فتلاقيه بيهري اي هاري والسلام يجي ومعين لك غلط اوعى تاخد الدواء ده معكس ايه بقى من ضمن الهاري اللي موجود اللي هو باشا البروفين ممنوع بيدمر الكليا البروفين ده لو يخده كليا كليا ده تدمر طب هل ده كلام صح يا باشا البروفين عشان يدمر الكليا محتاج ان هو يتاخد continuous use لمدة 6 شهور او اكتر واحد قدامك هياخد البروفين لمدة اسبوع عشان تعبان وعنده قلم في الدرس ولا وجع في الظاهر ولا مش عارف ايه هتقوله هتضمر كليتك حرام عليك حرام عليك كده في بعض الناس اللي فهمهم الخاطئ عن الاثار الجانبية بيحرموا المريض من فايدة الدواء هو الدواء ده شر يا جماعة هو الناس صنع الدواء ده عشان شر احنا عاوزين نقذل البشر يعني بالدواء ده ولا عاوزين نعالج عاوزين نعالج فانت لازم انك يا صيدالي عليك مسئولية انك تفهم الدواء صح تستعمل الدواء صح تستخدمه صح توجه المريض بصح ما تأفورش وما تهونش ما تأفورش في الكلام ولا تهون الكلام تكون ايه والكلام ده هتجيبه منين بالعلم بقى علمه ومذاكرة وتسمع وتقرأ هو ده اللي بيوصلك لمرحلة انك تكون فهم العلم صح مريض قدامك عنده سكر والسكر بتاعه زي الفول الحال غلط انه ياخد كورتزون ياخده بس شوفهم هو المفروض ياخد كورتزون في الحالة دي اه مفروض مثلا عنده مرض معين ومحتاج كورتزون دلوقتي خده يا باشا مريض ازمة مثلا وعنده حصل له اكساسيربيشن ازمة كاتمة نفس يعني حصل له اكساسيربيشن ومحتاج انه ياخد حبوب كورتزون لمدة 3 يام ولا اسبوع عشان بس ايه تزبط نفسه كده غلط غلط مش غلط مش 3 يام لأسبوع اه وهيستعمله عشان محتاجه اه والسكر بتاعه مضبوط اه ياخده افهم بقى الدوة صح تمام فيه ادوية تانية ممكن هي تزود السكر برضه زي النيكوتينيك أسد البروتيز انهيبتور الاتيبكال انتسايكوتك كل حاجات دي انتباعا كده واحنا مشين هتظهر معنا في المنهج زي الاتيبكال انتسايكوتك وما شابه الحاجات دي برضه هنظه يعني هنشرح في شابتر السايكاتري او لو اندم ذاكر السايكاتري اكيد هتكون مرت عليك حوار الميتابوليك اه ادفرس ايفيكت بتاعت الاتيبكال انتسايكوتك برضه البروتيز انهيبتور بتظهر معنا في الشابتر بتاع الـ HIV كده الحمد لله يعني تقريبا احنا حطينا ادينا على كل انواع السكر اللي انا عايزك تحفظه كم حاجة كده تعرف انه عندنا طيب وان خلايا بيتك قسرت وبيظهر اكتر في الاطفال الطيب تو فيه انسولين ريزستنس الانسولين مش شاف شغله وبيظهر اكتر في الطخان وعندنا حاجة اسمها جيستيشنال دايبيتس اللي هو سكر الحمل وعلاج الاساسي انسولين وفيه حاجة اسمها بري دايبيتس اللي هو ما قبل مرض السكر وده علاجه الاساسي ان هو يزبط الاكل والرياضة والتخن بتاعه يتزبط وما فيش مانع ان هو يستعمل الميتفورمين اذا وصفه الطبيب لمدة بسيطة وبعد كده يوقف اللي استوعب معايا كل حاجة والكلمات المفتاحية اللي المفتاحة اللي المفتاحة تحفظها اكتب لي كده 9 علشات يلا يلا يا باش تعالى بقى ما ندخل فيه العنوان اللي بعد كده اللي هو السكرينينج سكرينينج مقصود بها ايه سكرينينج مقصود بها ان انا نلقط المريض اللي قدامي ده هل هو بيتطور مع مرض السكر ولا لا فالطيب وان مثلا قالك الطيب وان احنا عارفين التطور لو ظهر مع المرضى بيكون ايه بيكون سريع شوية فهو بيقولك ابتدائي كده اي طفل بدأ ان هو يظهر عليه اعراض يشرب معي كتير ودايما جعان ووزنه مش مزابط فيه ألا حلاص القطوة يا باشا وشوف السكر بتاعه عمل ازاي قبل اما الموضوع ايه يظهر اكتر واكتر قالك كذلك برضو الاسمتوماتيك بيشانت اتهاي الرسك يعني ايه بيقولك ريلاتيف ويز طيب وان دايبيت اسم الليتس يعني الطفل الاول لما تولد وصل عند سن سبع سنين ولا ثمان سنين وظهر معاه طيب وان طيب الام خلف الطفل تاني هل بقى مع الطفل التاني هنفضل مستنين عند سبع ثمان سنين لحد اما المشكلة تحصل وان ام ايلين يلا ما نروح بقى ما ينفعش بقى قولك الطفل التاني ده كل كم شهر كده حلله كل دلت شهر ولا حاجة حلله شوف هل المرض بيتطور معاه ولا لا ليه تو بيتطور يبقى انت كده بتلحاول بالبدايات والدكتور يحاول يزبط الدنيا يدخلو بقرعات انسولين بسيطة يعني بتحاول انك تمانج الحالة من البداية لقيت ان ما فيش حاجة لانه مش شرط يظهر يعني ممكن يكون فيه اخ عنده المرض واخو ما عندهوش ممكن جد يكون عنده المشكلة ما تظهرش في القب بس تظهر في الحفيد كل ده وارد لان ايه انتعرف ان الجينات والبراسة والحاجات دي بتكون حاجات خفية كده ممكن تكون متنحية ممكن تكون ظاهرة وكلام ده فكل ده وارد فبقولك ايه ريلا تيفس من الدرجة الاولى يعني اللي هو الاقرباء من الدرجة الاولى للمريض اللي عنده طيب وان ضروري ان احنا ايه نبص عليهم بصة كده ونحلل السكر نشوف هل المرض بيتطور في الخفاء ولا لا علما ان تطور مرض طيب وان اسرع من تطور طيب 2 ده برضو مقاعدة عامة كده تعرف طيب بيقولك measure of eyelids O2 anti bottles to assist risk of طيب 1 ضيبات طبعا ده حاجة من ضمن الحاجات او الدستات المتقدمة شوية اللي هي مش موجودة في كل المعامل ممكن تكون معامل بسيطة موجودة في مصر يا اللي تعرف تعملها او عالميا حتى مش موجودة الموضوع ده اللي هو انت بتشوف هل فيه اجسام مضادة بتظهر ولا لا يعني هو بيقولك مع تطور المرض ممكن الجسم يشوف ان المشكلة دي غلط فيبدأ يكون اجسام مضادة عشان يواجهها فانت بتقيس بقى الاجسام المضادة دي هل موجودة ولا لا لقيتها كتير يبقى المرض بيظهر بكتير لقيتها قليلة يبقى نص نص كده فهو بيقولك بتشوف من خلالها حدة المرض قد ايه يعني اذا كان موجودة تست دا عندكم في البلد ممكن تعمل مش موجود خلاص بيقولك ايه بيقولك ايه بيقولك لو لقيت الانتباضي دي موجودة يبقى شوف بقى اعراض الهايبر جليسيمة ظهرت معا ولا لا طبعا هنا بيكون الخيار اكتر للطبيب يعني المضادة دي مش بتاعت خالص هيضلا هو الطبيب هيبدأ يتابع المريض اللي بيظهر مع الموضوع دا لحد حد معين ايه كلينيكيا الطبيب يتدخل ربما يكون قبل الحد دا ممكن ما يتدخلش يبدأ ان هو يزبط شوية حاجات في حياة المريض بس في حد معين هيتدخل فيه ويبدأ بالعلاجات اللي هو حوان انسولين تفاصيل الكاملة بتاعت الموضوع دا خارج نطاق درستنا خالص كسياد احنا يهمينا ايه الدواء فين يا باشا واخد بالك ما تركيشش بقى في المنطقة اللي مش بتاعتنا انت افضل ماشي كده افهم الدنيا عاملت زي من بعيد لبعيد وبرضو انت راضي بالتفاصيل اول ما توصل لحتتك كسيادالي اركز فيها بقى كده احنا بنوجه تفكيرك للصح لان العلم لا نهائي العلم بحر لا ساحل له مثلا لو غصت في موضوع السكر عمرك ما تجيب اخره عمرك في حياتك ما تجيب اخر موضوع السكر تفضل تقرأ لو قرأت عشر تلاف ورقة مش هتجيب اخره برضو تمام فبيقولك طيب 2 ديابيتس مليتس ايج 45 ار اولدر هنا بقى مع مرضى طيب 2 هو انت سكرينينج هنا اللي قدامك مش مريض برضو انا عاوزك تركز في الحتة دي لما بتجي تعمل سكرينينج لحد قدامك هو مش مريض عارف انت المتهم بريء حتى تثبت ادانته هو هنا في عين اتهام عليه هل هو عنده سكر ولا لا التست بقى اللي انت هتعمله ده هيثبت هل هو عنده سكر ولا ما عندوش فالسكرينينج هنا بيكون لواحد قدامك ماهوش مريض سكر اساسا لانه لو هو مريض سكر اساسا انت هتروح تعمله سكرينينج ليه ما تتابع وديله علاجه وتابع العلاجات شوفها بتجيب نتيجة ولا لا بينما سكرينينج هنا معناه انه هو اصلا مش مريض سكر وانت بتحلله عشان تعرف هل هو عنده سكر ولا لا زي مين زي الناس اللي عندها خمسة واربعين سنة او اكتر هو بيقول لك كبار السن في العموم ممكن يظهر مع السكر بيقول لك لو خمسة واربعين سنة او اكتر ابدأ بقى حلل بقى كل تلات سنين لقصوا كده لقطة عين الدم وشوف ظهر معه سكر ولا تمام او او بيقول لك بغض النظر عن العمر سكرين ريجاردلس اوف ايج بغض النظر عن العمر لو كان تخين بقى ما احنا عارفين ان عامل التخن ده هو كان العامل الاساسي في ظهور طيب تو ده يبيت اسم اللي تصح كده فهو بيقول لك اي واحد تخين الباضي ماس اندكس بتاعه خمسة وعشرين كيلو على المتر المربع اللي عارف الباضي ماس اندكس البي ام اي بتحسب ازاي يكتب لواحد اللي مش عارف يكتب اتنين عشان هشرحها له عارف اكتب واحد مش عارف اكتب اتنين اغلب الناس عارفها بسم الله ما شاء الله تعالى ايه الحلاوة دي دكتور امان شامة مش عارفها طيب نعرفها لك تسمحي اللي تعرفين وزن الكام وطول الكام ولا مش مسموح عشان نحسب ليك مخصوص كده ها لو لا مش مسموح طيب اللي عاوزنا نحسب له يا جماعة يكتب لي وزنه وطوله كام ها مين اللي عنده الشجاعة اللي عنده الشجاعة الرهيبة ان هو يكتب وزنه وطوله كام يبقى ده شجاعة هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بتقول خلينا نمسك الدكتورة دعاء والدكتورة ماروة خلينا في الدكتورة دعاء ماشي طول 172 الوزن 79 جميل هو بيقولك الباضي ماس انديكس عبارة عن ايه عبارة عن الوزن على مربع الطول بالمتر مش بالسنطي فمثلا الوزن هنا كم الوزن هنا 79 كيلو تمام على افتح قوس بقى مربع الطول بالمتر هو الطول كام 172 صح كده طيب 172 ده بالمتر يعني كام يعني واحد علامة 72 من مية متر اللي هو واحد بوينت سيبينتو اضرق حتى المربع المربع انك تضربها في وان بوينت سيبينتو برض وتقفل القوس صح كده فهو بقولك على الالة الحزبة تعال كده ما نفتح الالة الحزبة اهو انت برضو افتحها معايا كده على الموبايل فين يعمل بتعمل ايه هتقوم كاتب 7 9 على افتح قوس فتحنا القوس اكتب واحد علامة 72 في واحد علامة 72 اقفل القوس بتساوي كام بتساوي 26 و7 من 10 26 و7 من 10 هو بيقولك ان افضل جسم على الاطلاق يكون الباضي ماس اندكس بتاعه من 20 حتى 25 بيقولك الاجسام اللي هي من 25 باضي ماس اندكس حتى 30 بنسميهم اوفر ويت اوفر ويت يعني ايه يعني الوزن زيت سنة بس ما فيش خطورة على جسم الانسان ان هو يعني يظهر معاه مشاكل ضغط اوي ولا سكر اوي ولا مشاكل في الديسليبيديميا بتكون بعيدة شوية تمام؟ ولكن هنا بنشجعه بنقوله encouragement يعني بنشجعه ان هو يقل شوية ويوصل ل25 او 24 وهكذا هو ده النصيحة العامة لأي واحد ما بين 25 حتى تنصحه قدر المستطاع ان هو يقل عن 25 بس مش زي ما تقول كده ما هوش في خطر كبير يعني مش بتنصحه نصيحة فضيع لازما ولابد وكده لا يعني هو مش في خطر كبير ولا حاجة طيب من اللي في خطر كبير بقى اللي هو فوق التلاتين يعني كمثال المثال اللي بعدها هو 172 على 90 تعال كده ما نشوف هتلاقي ان الوزن 90 كيلو على افتح قوس واحد علامة سبعة اتنين في واحد علامة سبعة اتنين جميل تعال بقى ما نزبطها كده على الحزب ادى 90 على افتح قوس واحد علامة سبعة اتنين في واحد علامة سبعة اتنين ايه في القوس يا باشا بتساوي كم بالزبط 30 واربعة من عشر اه 30 واربعة من عشر هنا لازما النصيحة بقى ان هو يقل لحد كم اه لحد 25 طيب هو ده الباضي ماس انتكس بيقولك ايه بقى بغض النظر عن العمر بغض النظر عن العمر ايه واحد 25 بالزبط او اكتر اه اه تمام 25 او اكتر اه 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 ده في عموم الفئات والاجناس البشرية الا الاجيان امريكان الاسيويين الاسيويين معروف ان الاسيويين حتة صغيرة كده يعني لو جيت تبص الاحجام هم تلاقي الواحدة ولا الواحد تلاقي وصيرين ورفيعين اه اه هو ده يعني تلاقي الواحد الاسيوي فعلا اه 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 يعني كان ليا قريبة اه اراحت اليابان تاخد بالك فهي كان وزنها 65 كيلو وطولها كويس فهم كانوا معتبرينها طخينة بيقول لها انت المفروض تخسي يا نهركم ابيض 65 اه تعمل ايه في نفسها ده هي جايبة 65 بالعافية بالنسبة لهم طخينة تاخد بالك اللي حس بالشعور اللي انا حس دلوقتي يكتب لي دي ساعة للشايد هناك يعني الاسيويين فعلا حيطة صغيرة كده واوزانهم صغيرة فهو بيقول لك ايه يقول لك في عموم الاجناس البشرية انت لو واحد 25 بضي مياس انديكس بتاعه 25 او اكتر اه ساعتها تبدأ تقلق وتدور هلا عنده سكر ولا لا الا اذا لو واحدة اسيوية ولا واحد اسيوي والوزن بتاعه اعلى من 23 يعني 24 في الاجناس البشرية العادية زي المصريين وال 24 يعني انت كده منشن في الصح يعني الوزن بيرفكت احلم البرفكت كمان ده امنيت 90% من الشعب المصري ان هو هيكون 24 ما ايش عارف يجيبها فهناك بقى 24 بالنسبة لهم في الاسيويين لا ده انت تطخينة كده صعبة صعبة اولاي بجد حاجة اللي هي يجيب لك احباط من جوة كده خالص يعني بتعور من جوة المعلومة دي تمام هو بقى بيقول لك ايه بيقول لك لو الباضي ماس انديكس 25 او اكتر الا اذا كان اسيوي 23 او اكتر الله اكبر الله اكبر العصر بقى تمام طب يلا نكمل كنا بنقول ايه بنقول ان اي حد الباضي ماس انديكس بتاعه سواء ميل او في ميل 25 او اكتر الا الاسيويين 23 او اكتر تعمل له سكريننج بشارط بشارط ايه انه يكون عنده خطر من من الريسكس دي بيقول لك هستيرو اوف كارديوباسكولر ديزيز يعني عنده مشكلة في القلب الايه وانسية نشرحها تحت الوقت اللي هو السكر التراكومي واللي هم الجلوبين السكري الكلام ده نشرحه تحت الوقت بيقول لك ايه خمسة وسبعة من عشر او جريتر يعني ايه اعلى شوية هستيرو اوف بولي سيستيك اوبر سندروم اللي هو واحدة عنده تكيبس مبايد او اله دي ال اللي هو الكوليسترولي الكويس اقل من خمسة وتلاتين هو الطبيعي انه هو يكون اه اه اربعين او اكتر كمان لا ده هنا اقل من خمسة وتلاتين يعني قليل لان ده الكوليسترولي كويس تمام فيه بقى الكوليسترولي ده طبعا حواره كبير انا مش مش مع كل معلومة هنشرحها بقى بالتفصيل لان الكلام ده بتشرح بالتفصيل في مكان تاني ال 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 و ال 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 والكلام ده كله فيه كارديو بتشرح بالتفصيل برضو التريجي اللي هو ال اه بتشرح برضو بتفصيل النسبة طبيعية بتاعته ولو اه هي انا اعالج ايه يعني الحوارة ده برضو بتشرح بالتفصيل بلوسيستق gard pen اه اه اعرف بس المعلومة اللي هو واحد او واحدة عنده مشاكل مشاكل في السكر بتاعها لشوية. تكاس مبيض. كولسترول الكويس قليل. والدهون السلسية عالية. هاي بارتين اشانا عندها ضغط ولا عنده ضغط. يعني كان قبل كده عندها سكر حامل ودلوقتي ما عندهاش فاكيد لازم انت تتابع عشان تشوف عندها ولا ما عندهاش. اللي هو السلولات البشرية اللي وارد فيهم يظهر سكر عالي. زي الافريكان امريكان. يعني واحد افريكان امريكان وطخين. يعني كده اجتمع اتنين ريسك فاكتور. صح كده? اللي هو ايه? طخين اهو. لانه هو بداية جملة ان هو طخين. خمسة الباضي ميس اندكس خمسة وعشرين او اكتر. وكمان ريسك تاني ان هو اه ضمن سلالة بشرية بيظهر فيها مرض السكر بعالي. يعني انت عارف اكتر ناس بيظهر فيهم مرض السكر اللي هما السود. ده حقيقة. تلاقي يعني معظم البلاد السود تلاقي مرض السكر منتشر فيه. او اللاتينو. تعالى برضو ما نعرفك شكل الناس دول عامل ازاي? ده اللي هو الافريكان امريكان. اللي هو الافريقيين الامريكيين. اللي هو الامريكان من سلالات افريقية. طيب هل المصري يا جماعة يعتبر افريكان امريكا ولا لا? يعني لو فيه مصري هاجر وعاش في امريكا. هل يعتبر افريكان امريكا ولا لا? ما هي مصر من افريقيا. ها? يعتبر ولا لا? حد عارف ولا لا? ها? شغل دماغك كده. ما حية دكتورة يوم ما يعتبرش افريكان امريكا هي افريكان امريكان معناها السود واخد بالك ولكن هما مش هيسموهم السود او الزنوج اللي هو البلاكس او النجرز ما بيسموش التسميات العنصرية ما بيحبوش يكتبوها في الكتب ولا يحبوا يقولوها في الحاجات الطبية لقيه ان لو انت قلت بلاكس وبراون ووايت انت ااخد بالك فهي ممكن تلاقيها ممكن تلاقي ويت بيبل يعني في كتب محددة كده بس هما ما بيحبوش في الاغلب يعني في الاعمل اغلب من الكتب ما بيكتبوهاش البلاكس ما بيكتبوهاش السود فبيكتبوها تسمية تانية بقى الامريكالي اللي من اصول افريقية وهنا مقصود افريقية اللي هما السود يعني من الاخر طب واحد مصري ولا جزائري ولا تونسي طب ما ده كله من ضمن افريقي هل يعتبر لو هاجر في امريكا يبقى افريكان امريكا قالك لا طالما البشرة ايه مش سودا ما يعتبر شافر كمان كذلك برضو الاجيان امريكا اللي هو ايه الامريكان من اصول اسيوية طب ما هو لو واحد سعودي وهاجر ولا واحد قطري ولا امارات ولا عماني ولا يامني طب ما هو اليمني يعتبر اسيوي وانا غلطة يعتبر اسيوي اللبناني اسيوي السوري اسيوي بس هل مقصود بهم يعني لو واحد منهم هاجر هناك اصبح ده الاجيان امريكا ولا لا قالك لا اللي هو الناس اللي عيونها مسحوبة كده زي الصين واليابان والكوريا وانت واخد بالك الشكل المعروف بتاحهم ده هو ده اللي مقصود بالاجيان امريكا خلاص في امتى الليلة هو ده بقولك بقى الهاي ريسك اثنيستي مين بقى قالك الافريكان امريكا اللي هم السود واللاتينو اللاتينو اللي هم من اصول مكسيكية اللي هو ده الشكلها شايف انا جايب لك برضو صورة عشان تعرف ايه الشكل اللاتينو دول اقرب ناس للمصريين على فكرة يعني الناس دول لما تيجي تتعامل معهم اصلا تحسون انهم يعني كطبيعة كثقافة طبيعة وكطباع تلاهم قريبين من ننا ويعني ناس مريحة في التعامل الى حد ما واخد بالك بخلاف فقى الناس البيض اللي شعرهم اشقر والعيون اللي مش عارف ايه دول تحسون كده غراب عن ننا ده حقيقة تحسون انهم بعيد يعني ايه ما فيه ستين سبعين الف خطوة بعيد احنا اما دول تحسون رايبين من ننا في عشيتهم في كلامهم في تصرفاتهم في طباحهم هم دول دول اسمهم اللاتينو بقى في بقى الناتف امريكان الناتف امريكان اللي هم برضو ده التسمية الجديدة اللي هو الناتف امريكان مش الهنود الحمر لان الهنود الحمر تسمية عنصرية هم لا هنود ولا شكلهم احمر اعمال ايه تسموه هنود حمر ليه تسموه هنود حمر عشان الراجل اللي كان بيدور على الهند وعاوز يروح للهند تهى في البحر ونزل امريكا فلما شاف ناس امو سموهم هنود عشان هو كان بيدور على الهند وشاف لونهم كده اه مش مش ابيض زي ما هو متعود لا فاهم ايه دول دول حمر فاهم سموهم هنود حمر ودخل بقى في مجازر ودبح وقتل ونشر فيروسات وامراض ما بينهم لحد ما قتل منهم ملايين ممليانة واتبقى ايه اتبقى شوية اعداد بسيطة خدوهم كعبيد شغالوهم عندهم كعبيد لحد ما امريكا بدأت انها تتنور كده وتتفتح وخلاص فاكون من الاسر والعبودية وبدأ ان هما يكون لهم مواطنين ولكن الحكومة بتدي لهم يعني حق المواطنة كأنهم درجة اولى ولكن الشعب التانيين الانجليز اللي هما جوم من اوروبا واحتلوها وخدوها وسموها امريكا على زو ما هما عايزين هما بيزيلا مازالوا هما شايفين نفسهم الطابقة الاولى والناس تحتنيين دول طابقة تانية ده اللي واقر في قلوب اغلب الناس اللي هناك الحكومة الحكومة حتى قوانين صريمة لمنع اي حاجة عنصرية هناك ولكن الشعب الامريكي ما عروف ان هو ايه العنصرية من اعلى الشعوب العنصرية ده مش كلام انا ده كلام الاحصائيات والدراسات اللي بتتعامل انه هو من اكتر الشعوب العنصرية في العالم ولكن القوانين الامريكية صريمة طبعا اي واحد هيتعامل مع التاني بشكل فهو عنصرية ولا حاجة ده بيروح هناك الحكومة ما بتتغضب عن الكلام ده اي حاجة عنصرية ما بتتغضاش عنها ولكن الكتب بقى لما بتجي تسمي بتسمي الحاجات بناء على تسميات يعني ايه تكون كويسة فسموهم نيتف امريكا نيتف امريكا اللي هو الامريكان الاصلانيين بقى يعني شايف بعد اما كانوا بتقتله ومتاخدين عبودية ومش عارف ايه لا يعني ايه سموهم الامريكان الاصلانيين هم دول مين هم دول الافريكان امريكان جميل في الاجيان امريكان اللي هو الامريكان من اصول اسياوية زي ما انت شايف الناس اللي عيونها ايه عيونها مسحوبة كده معروفين دول في بقى الباسيفيك ايس لاندر الباسيفيك ايس لاندر دول اللي هم اللي قدامك دول ان هو الناس اللي يعني ايه طبيعة حياتهم بسيطة خالص وهم على فكرة ممكن تكون مسكين موبايلات وعايشين بس هم مش عاوزين الكلام ده يعني هو طبيعة حياتهم وتقاليدهم وحياتهم لا عاوزين واي فاي ولا هم مبسوطين باللبس ده وبالبحر وبالخضرة وبالاكل البسيط بتاعهم ايه عادي وهو تلاقي عندهم عربيات وفيلل واسه هم مبسوطين بالحيطة دي فقد بقى لكم مبسوطين بتقاليدهم ومعتزين بيها فوعايشين على السواحل في مناطق محددة كده في في امريكا هو بيقولك اكتر سلالات بشرية طبعا الحاجات دي الكلام ده بقى في شابطة الريجولاتوري لما تيجي تعرف هتعرف ان في مؤسسات اصلا داخل امريكا مؤسسات مخصوصة للناس دول يعني هتلاقي مؤسسات مثلا للهنود الحمر هو اي حد بس عنده مشكلة من في مؤسسات الحمر تلاقي الحكومة بقرار فدرالي تسعى في حلها فدلوقتي لا الوضع ايه الوضع تضبك كتير يعني ايام زمان ايام زمان كانت مأساة للفئات البشرية الاقلية الدول حاليا لا القانون هو ده القانون يا جماعة عارف انت اي مشكلة في اي دولة ممكن تتحل بالقانون يعني لو في مشكلة مثلا في طريقه وصياراته وعربياته مش عارف ايه نزل قانون يا باشا اللي هيخالف كذا ارزعه مخالفة بقيمة كذا بس بقانون وباللوائح والتشريعات تزبط سلوك الناس زي الفل هناك بقى الحكومة مزبطها الحاجات دي بقوانين والتشريعات زي الفل ليهم قطاع خاص في الصحة ومستشفيات خاصة بيهم ومزبطاهم وده كثرة شغالين فيهم وليهم جزء من التوزيع الفيدرالي يعني ايه الشغل عليه هناك جتير اوي اوي يعني تمام حاجات دي انا ديتك لمحة عنها باذن الله تعالى فيه شابطر اسم الريجولاتوري اللي هو شابطر التشريعات واللوايح والحاجات دي في اه الشابطر ده بنجيب بقى سيرة الناس دول المؤسسات اللي بتدعمهم ووقفة في ظهرهم وكتا تمام يعني بيقولك لو فيه اخ ظهر عنده سكر من نوع الاول يعني كان عمره خمسة وخمسين سنة واكتشف نوع عنده سكر اخوه بقى اللي اصغر منه عنده اربعين ولا خمسة واربعين ولا خمسين يروح يكشف على نفسه سكرينج يشوف هل هو عنده سكر ولا لا هو ده معنى كلمة فيزيكال اين اكتيفتي اللي هو اه 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 ما بتحركش طخين قاعد بروتة ما بتحركش واخد بالك او اكنثوسيس نيجريكانز اكنثوسيس نيجريكانز ده حالة من الحالات اللي اكيد مرت عليك او شفتها في حياتك اللي هو بيكون ايه اه في رقابته كده جلد تخين متاني شكله سود واخد بالك عارف لقطتها ولا ها لقطت المشكلة ولا لا اللي لقطتها يكتب لوحد دي اسمها ايه بقى دي اسمها اكنثوسيس نيجريكانز لا قطايبائش ولا لا هي دي المشكلة شفت المشكلة كتب لوحد الو loaded كتب لوحد ده بتدل على ايه ده بتدل على ان فيه انسولين resistance بتدل ان الانسولين مش شايف شغله ايه فبتظهر على الجلد بهذا الشكل فهو بيقولك اي حد بقى ظهر معا الموضوع ده ده بيكون يعتبر من ايه من ضمن risk factors اللي معروف między هو بيقولك إذا واحد طغين وفيه أي حاجة من الحاجات دي يبقى في الحالة دي لازمة تكشف عليه من فترة لفترة عشان تعرف عنده سكر ولا طيب المرأة الحامل قالك المرأة الحامل كده أنت لازمة تتأكد هل هي عنده سكر ولا فبيقولك ونعني بيقولك لو فيه واحدة قبل ما تحمل أو في أول حاجة في الحامل أو أول زيارة لها بعد الحمل ده على طول أنت إيه بتقوم لقيتها واخد عين الدم بجهاز السكر تشوف عندها سكر ولا ده في أولها كده بسم الله الرحمن الرحيم تمام لو ربما يكون عندها سكر وهي ما تعرفش فأنت بتتأكد برضو هي عندها ولا ما عندهش ده إيه ده في أول زيارة حاملة أو ما قبل الحمل بتقوم لقيتها كده يعني طيب فيما بعد بقى خلاص حملته وتأكدنا أن هي ما عندها السكر والدنيا ماشية هترجع تاني تعمل لها الفحص في الأسبوع 24 حتى 28 لو جيت تبص كده 24 ده يعني تقريبا في الشهر السادس ابتداء من الشهر السادس كده أو السابع بتبدأ تشوف هل هي ظهر معاها سكر حمل ولا لأ لأن إذا ما تفانك كده النيجستيشنال ضيبيتس ده بيظهر في الغالب فين آه في الجزء الثالث من الحمل فأنت من قبل ما الثالث يبدأ اللي هو معاها والثالث ده بيبدأ في الشهر السابع والثامن والتاسع فأنت من قبل ما الثالث يبدأ بيطوم لقطة الدنيا هو ده معنى كده وتشوف بقى هل هي عندها سكر ولا لأ طيب نكمل يعني أنت بمجرد ما تكتشف أن هي مريضة سكر حمل هتبدأ إلى علاجات تمام طب بعد الحمل ما يتم وتولد خلاص متوقع أنه هو يختفي تمام طب لما يختفي هل بس كده خلاص هتقوم شاك مرة واحدة كده وخلاص بعد الحمل تتأكد أنه اختفى وخلاص ولا قالك لا هتفضل مكمل متابعة لمدة شهر ونص حتى ثلاث شهور بعد الحمل عشان تتطمن برضو أنه طول الثلاث شهور بعد الحمل اختفى تمام اختفى خلاص وما عادش راجع ما راجعش خالص طول ولا في أي يوم من أيام الثلاث شهور يبقى في الحالة كده ايه خلاص الدنيا زبطت وهو كان فعلا سكر حمل على قد الحمل واختفى لأن في بعض الحالات النذرة بيظهر معه سكر حمل وللأسف بيحصل عطب دائم بعد الحمل ويظهر معه مرض السكر بيقولك يعني بيقولك لو ظهر معه سكر حمل واختفى احنا اتفقنا أن أول ثلاث شهور بعد الولادة هنتابعا كسب صح كده طب خلاص اتأكدنا أنه اختفى فيما بعد بقى مش هنشيك تاني خلاص قالك لأ مرة كل ثلاث سنين مرة كل ثلاث سنين عشان تتطمن أنه هو ايه لذلك هتعمل لها مرة كل ثلاث سنين من باب النهية ديا كأنها يعني واحدة من دول أنها كأنها تخينة وظهر معاها مشكلة قبل كده هتتباحها كأنها مشكلة من ضمن المشاكل دي هتتباحها من ضمن المشكلة من ضمن المشاكل أنه ممكن يظهر خطر الطيب 2 ديابيتس ميليتس فبتتباحها مرة كل ثلاث سنين عشان تتطمن أنه ما يظهرش معاها ايه الطيب 2 لأن اللي كان جالها قبل كده جيستيشنال ديابيتس جالها قبل كده سكر حمل اهي من ضمن المشاكل ايه جيستيشنال ديابيتس ورد أنه هو يظهر معاها في المستقبل الطيب ايه الطيب 2 فبتتابع عشان تتطمن أنه هو ايه ما يظهرش اللي لقت كل المعاني بتاعة الاسكرينينج يكتب لواحد على الشت يلا يا باشا طيب العنوار اللي بعد كده ايه بيقولك الديابيتس مليتس دايجنوزاس ازاي نشخص المريض بتاع السكر الجدول ده بصراحة اختراع حقيقي الجدول اللي أنا عامله قدامك ده رهيب ايه بقى الجمال فيه الجمال فيه انه هو مجمع لك كل حاجة عن كل شيء هو عشان تشخص مريض السكر انت قدامك اربع تستات تعمله تست اسمه فاستنج بلازما جلوكوز من اسمه كده اللي هو بتاخد بلازما جلوكوز بتاخد عينة من الدم يعني وتشوف فيها الجلوكوز والعينة دي بتاخدها امتى في الفاستنج في الفاستنج يعني هو صايم يعني يعني بقى له 8 ساعات او اكتر ما كانش ودي سهل خالص تعملها على المريض انه هو مثلا نام مبارح الساعة 10 بالليل النهاردة الصبح الساعة 6 ولا 7 ولا 8 قبل ما يفطر يعني تقوم واخد له ايه اعينة من الدم خلاص كده انت ما خلتش المريض يصوم ولا حاجة ده بس فاستنج بلازما جلوكوز اللي هو كومندت انها بتتعمل امتى بتتعمل قبل الفطار تمام وبعد مرور 8 ساعات من اخر وجبة الشخص كان الطبيعة بتاعها انه هو يكون مستوى في الدم اقل من 100 ميلي في الديسي لتر يعني ايه يعني تركيز السكر في عينة الدم اللي هي ديسي لتر دي ديسي لتر مقصود بها 100 ميلي دم يعني في كل 100 ميلي دم تلاقي اقل من 100 ميلي جلوكوز انت فاهم الترميز عبارة عن ايه اه ديسي لتر يعني 100 ميلي دم ماشي 100 ميلي جرام مقصود بيه ان تركيز او وزن الجلوكوز في المية ميلي دم دول لا يتجاوزه 100 ميلي جرام جلوكوز تمام كده هو ده الترميز بتاعها فاقل من 100 ميلي بقى خلاص كده ايه طبيعي طب افرد من 100 بالزبط حتى 125 بالزبط قالك في الحالة دي هنسميه بريض دايبيتك اللي هو بين البنين له طبيعي وله مريض دايبيتك بجد تم ايه امتى بقى يتم الديجنوزيس امتى يدم التشخيص ان هو مريض سكر بحق وحقيقي قالك يتم التشخيص في حال ان هو كان 126 بالزبط او اكتر في الحالة دي يكون ايه مريض سكر طيب هدفنا ايه واخد بالك ايه الهدف من وراه العلاج يعني خلاص هو كان طبيعي مش هتعالج هتقوله خليك طبيعي زمانتا كده طب كان بريض دايبيتك مش هتدي ادوية بس هتعالج هتقول ما يقول له ايه هتنصحه انه هو يخسس وزنه يلعب رياضة يأكل اكل كويس مريض بريض دايبيتك طب مريض دايبيتك بجد وتم الدايجنوزيس يبقى في الحالة دي هتبدأ علاجات طب لما ابدأ علاج المفروض يوصل بالعلاجات لإيه العلاجات تزبط السكر لإيه قالك تزبطها ما بين 80 حتى 130 يعني مثلا طبعا اللي بيجيلك مش هيجيلك 126 بالزبط ده هيجيلك مثلا 140 150 200 انت هدفك ايه هدفك انك تقلله اقل من 130 وبقولك نسبة وتناسب بقى يا باشا نسبة وتناسب يعني مثلا لو واحد كان على الحروك روخ خالص اللي هو يعني ايه شخصناه عشان الفستنج بتاعه 130 بالزبط هل هيجيك الجول بتاعه يكون 130 قالك لا سدد وقارك يعني اللي كان بدايته 130 فانت عاوز ان يكون الجول بتاعه 80 90 ما بين الـ 80 و90 طب افرض واحد جايلك بارقام عالية الفستنج بتاعه اللي هو سكر الصين بتاعه ايه فانت يرضيك اوي انك تنزلها المية شوف سدد وقارك تاب الواحد مثلا شخص كانت بداياته 250 280 ارقام عالية فانت هدفك ايه اه انك تنزله لحد 120 130 الحدود دي كده فهو منديك رينج كبير عشان يعني تكون انت عندك ارياحية ان هو ما بين 80 حتى 130 هو ده الجول هو ده الهدف بتاعي بس الهدف ده مش فكسد على كل المرضى لا هو حسب بداية المريض بتاعك المريض بتاعك اذا كان قراءاته بسيطة وتشقص يدوب سكر لسه بسيط خالص ففي الحالة دي انت هدفك توصل لـ 80 90 طب قراءاته نص ونص اوصل لمية عام لا قراءاته عالية اوصل لمية وعشرين لمية وثلاثين وهكاس هو ده سدد وقارب اللي فيهم مصطلح سدد وقارب في اللحظة دي يكتب لي 9 على الشات ده اول خطوة معنا الخطوة اللي بعدها بيقول لك راندم بلازماجلوكوس اللي هو السكر العشوائي اللي هو اي واحد في غض النظر كل ما كلش فطر ما فطرش تغدى في اي وقت من اليوم بتاخد الراندم بلازماجلوكوس بتاعه بيقول لك اقل من مية واربعين ده الطبيعي هو بيقول لك لو انت هقول لك شيء لو انت كلت نص كيلو كنافة بالاشطر لوحدك لهفتهم كده نص كيلو هل وكان ايه شوف كميات السكرات اللي وصلت لك ولا بسبوسة ولا اخد بالك هل السكر بتاعك هيعلى في الدم فوق رقم باشع قال لك لا قال لك الانسان السليم اللي هو جسمه جميل وحلو وشغال تمام والبنكرياز بتاعه زي الفول بيقول لك مهما حصل لو كالسكريات بشكل عنيف وقوي الجسم بيعمل جاهدا ان هو يعمل كومبانسيشا مهما كان هيقلل السكر اقل من 140 يعني است في اي وقت هتلاقي دايما السكر اقل من ايه من 140 طبعا احنا هنا بنتكلم في الظروف الطبيعية اللي واحد دباه اكلة محترمة فها سكريات عليه مش واحد قصده ينتحر ويأكل كميات سكر بشكل اللي هو يخليه رجع لا احنا ما بنتكلمش عن الصورة دي نبتكلم ان في الظروف الطبيعية في الاكل الطبيعي لو واحد دباه دبة محترمة وفها كالسكريات كتيرة وجسمه سليم مهما حصل مش هتعلق قبل عن 140 طب اذا فلتت منه كالسكريات وقامت فلتة منه بقت 140 حتى 199 اه هنا بقى البنكرياز رجع لورا شوي كفاءته قلت كفاءته قلت ليه عشان هو دبها الدب بديا قبل كده سنين فاتت ما هو بقاله سنين مش مزبط سنين ما بيأكل اي هبل بدون تنسيق بدون نظام ما بلعبش رياضة عنده مشاكل في الضغط عنده مشاكل في الكوليسترول الاخت بالك بريضايبيتك بقى ما احنا عارفين الريسك بتاع البريضايبيتك شرحناهم انهم والطخان اللي عندهم مشاكل مش عارف ايه هو ده اللي بيكون في خطر انه هيظهر معاه الطيب 2 ديبيتس في المستقبل فهو ده بقى ده اللي هو ايه عنده ايه البانكرياز فلتت منه طب متين او اكتر اه هنا بقى خلاص اتشخص نوع مريض سكر رسمي بقى وانا بقولك متين ديا او اكتر ما بيجيش غير لما حقيقي المريض ده ما بقاله سنين كان قبل كده المرض بيتطور معاه في الخفاء ولا حد ما وصل للحظة دي فاللحظة دي لو كانت صادمة ومفاجأة للمريض فانت تنبه وتقوم اقول له لا لا هي صادمة ولا مفاجأة على فكرة هو بقى له سنين بقى له عشر سنين بشغال يا باشا انت بس اللي مش واخد بالك لذلك لما بيجي ما برجعش لانه هو ايه ده جاي على البطيق قوي ده جاي لك بعد عشر سنين انتظار انت تفكر و هيخلع منك كده مستحيل طب هدف ايه هدفك ومقبول انك تزبطها اقل من مئة وتمانين يعني ده مقبول تمام وبرضو سدد وقارب اذا كانت واحد قراءاته اتشخص النوع بالتكة ميتين وخمسة ميتين وخمسة ده يعني ده اللي قال لي من ميتين مش مريض سكر هنسميه بريض ضايبتك طب ده ميتين وخمسة يعني هدفك انك توصلها لمية واربعين معقولة طب واحد لا قراءاته كان ميتين وخمسين ميتين وتمانين تلتمية رانضم فهنا يعني تقبل بمية وستين بمية وسبعين هو ده ده الجول هنا يعني هنيجي نشرح معلومة كمان شوية بإذن الله لما نخلش بقى في الطيب تو هنقوم إلينا ان احنا بنستخدم سياسة التيلرينج تيلرينج يعني ايه او انديبيدولايزيشن يعني ايه تيلرينج او انديبيدولايزيشن مقصود بيها انك بيتعامل دي يعني بتفصل تيلرينج اللي هي تفصيل يعني انت بتفصل الدواء على مقاس المريض بتفصل الهدف بتاع الأدوية على مقاس المريض مش كل مريض يعني فيش حاجة اسمها رقم محدد كده نقوم قالين والله كل المرضى المرضى السكر اللي في العالم دول كلهم المفروض يكونوا عند القيمة دي وإذا ما زبطش عند القيمة دي انا نضربه بالنار بقى السكر بتاعك كده مش مزبوط مفيش كده أمال ايه في حاجة انك بتسدد وقار بتزبط الموضوع قدر المستطاع وانت والحطة دي على فكرة يعني منطقيا سهلة يعني مش حاجة صعبة وحتى انت بشوية تفكير كده وممارسة عقلية هتحس ان اه يعني لو قابلك مريض قيمة عالية تقوم ايه الماشي هنقبلك عند مية وستيمية كده ماشي هتلاقي الكلمة طالعة منك بمنطقية مش حاجة متكلفة ولا صعبة في التفكير حتى التست التالت اسمه oral glucose tolerance test ده عبارة عن تست انك بتجي بتقعد المريض عندك سعتين في المستشفى بتقوم جايب له عبوة زي دي فيها 300 ميلي مية متدو فيها 75 جرام سكر تمام وتقول له شرب العبوة دي هي العبوات دي بتكون موجودة في المستشفى بصورة جاهزة يعني هيها متزبطة كده ومعيونة واحنا عاوزين نعمل له OGTT test اللي هو oral glucose tolerance test ال OGTT بتعملهله بتشرابه البتاع دي وبعد ساعتين بتاخد عين الدم وتقصها هي كأنها كأنها تحاكي واحد للسواكل ما هو رندم بلازمة جولكوز كأن واحد للسواكل بقال له ساعتين هي تقريبا نفس القيم أقل من 140 والبلي ضعبتك نفس القيم وتدين نفس حاجة وتقول حتى نفس الموضوع طيب آخر تست معانا اللي هو الHBA1C HP اختصار هيموجلوبين اختصار ايه؟ هيموجلوبين اللي هو الهيموجلوبين السكري أو السكر التراكمي هو بيقولك أن السكر لما بيكون موجود في الدم ممكن يلزق مع الهيموجلوبين الهيموجلوبين دي عبارة عن ايه؟ الهيموجلوبين ده اللي هو البروتين اللي موجود داخل الكرات الدم الحمراء المسؤولة عن حمل جزيئات الأكسجين والمرور بها من خلال الدم حتى أن تصل إلى الخلايا وترمي الأكسجين للخلايا عشان يستخدم الأكسجين في تصنيع الطاقة هو ده الهيموجلوبين يبقى الهيموجلوبين عبارة عن ايه؟ الهيموجلوبين هو البروتين الذي يتكون منه كرات دم حمراء طبعا كل كرة دم حمراء فيها ملايين ممليونة من هذا البروتين وكل بروتين لدي القدرة أنه هو يستقطب جزيئات من الأكسجين ويوصلها إلى خلايا الجسم فبيقولك من ضمن الحاجات أن الهيموجلوبين ده ممكن يلزق فيه جزيئات سكر فأنت بتشوف بقى مقدار تواجد جزيئات السكر التواجد الطبيعي يكون أقل من خمسة وسبعة من عشر في المية التواجد بتاع مريض البريد ضيابيتك يكون خمسة وسبعة من عشر حتى ستة وربعة من عشر التواجد المرضي اللي هو ستة ونص في المية أو أكتر هنا بقى بيكون فيه مرض وهنا التست ده بيتعمل مرة كل تلت شهور اش معنى قالك لأنه كرات الدم الحمراء أصلا اللايف سبان بتاعها أو فترة العمر بتاعتها أن هي ما بتكملش مية وعشرين يوم في الجسم تمام؟ يعني مية وعشرين يوم هو ده الطبيعي بتاعها وما بين تسعين يوم حتى مية وعشرين ممكن فيه بعضهم يبدأ أن هو يتفتت وكده فهو بيقول لك عشان يكون في الأمان يعني هي بتعبر عن آخر تلت شهور وضع الجسم كان عامل ازاي لأن السكر ده اللي كان اللازق في الهموجلوبين فهي قرات الدم الحمراء أصلا عمرها من تسعين حتى مية وعشرين يوم هو الصح مية وعشرين بس احنا في الأمان من خلاق زي بنقول تسعين يعني فهو اللي انت بتلقوته دلوقتي دي كأنه يعبر عن حالة السكر اللي كانت موجودة في الدم على مدار التلت شهور اللي فاته لأنك لو جدت إيس كمان تلت شهور هتلاقي الدم اللي كان موجود في اللحظة دي اختفى وظهر دم جديد وهو ده اللي حصل في حياتك السابق على فكرة أنا أعرفك مضيك اللي انت ما تعرفوش تعرف من ثلت شهور فاته ولا من أربعة كان الدم اللي في جسمك مش هو الدم اللي موجود دلوقتي تخيل عرفت الحقيقة هو ده اللي حصل فهو بيقولك الهيموجلوبين السكري بقى انت ده تست بتعمله كل ثلت شهور عشان تشوف وضع السكر في الدم عامل ازاي ستة ونوصة أو أكتر ده معناها ايه ان فيه مرض سكر طيب ايه الجول بتاعي بقى ايه الهدف بتاعي من استعمال الأدوية قالك الهدف بتاعك ان هو يكون أقل من سبعة وهنا برضو أقل من سبعة وسبعة مفتوحة يعني هي ايه مش أقل من سبعة ان هي تبقى مثلا خمسة ونص ولا خمسة ولا أربعة ونص لا لا مفيش كده أقل من سبعة سدد وقار يعني مثلا لو كان مريض الA1C بتاعه جايلك بعاشرة مثلا لا خليها في الأرقاف جايلك الA1C بتاعه بتمانية توصل لكام آه توصل لستة ونص يعني في العودة دي ستة في بعض المؤسسات بتقولك ستة ماشي يعني ما بين ستة لستة ونص في المعقول كده لان ايه القيمة بتاعته تمانية فانك تقلله لستة ونص أو ستة يعني ايه سهلة سهلة طب افرد واحد عشرة واحد عشرة يعني انت لو وصلته ما بين ستة ونص لسبعة يبقى ده انتباش طب افرد واحد بقى تلتاشر واربحتاشر يعني انت لو جبتها ستة وتسعة من عشرة بقى انت بطل طب افرد واحد كبير في السن قوي فاخد بالك كبير في السن والدنيا مش مزبطة معاه وصعب انك توصل له لسبعة فقال لك هنا ممكن توصل له ما بين سبعة الى تمانية وده انا هنشرحها بقى بالتفصيل ان فيه استثناء للقاعدة ده يعني هو في عموم البشر انك عاوز توصل للا ايه وان سي اقل من سبعة في عموم البشر الا بقى الناس الكبار في السن والطاعنين في العمر واللي عندهم امراض كتيرة ولو ولو وصلنا لاقل من سبعة يبقى هنتقل العلوم بالادوية عشان توصل لاقل من سبعة ديا هتتضر انك تاخد ادوية كتيرة بجرعات عالية واخد بلك فهو اصلا مش هيستحمل كل اللي انت عاوز تعمله ده فهينا بيقول لك ايه خلاه ما بين سبعة لتمانية في المعقول فهو بيقول لك في عموم البشر اقل من سبعة هو المعقول وسدد وقارب بقى حسب القيمة المبدئية بتاعته ممكن ما بين ستة لستة ونص مقبولة مع ناس الناس تانية ما بين ستة ونص لسبعة مقبولة مع ناس في ناس على الحروك اللي وصلتها ستة لتسعة لعشر ولا سبعة يبقى تبوس ايه ده كش ودهر كتر خير الدنيا في ناس تانية بقى اللي هو يعني ايه صعب جدا ان احنا نوصل اقل من سبعة الا لو استخدمنا جرعات عالية باثار جانبية صعبة بحاجات وعمره اصلا ما يستحملش عمره كبير سبعين ولا ثمانين ولا تسعين سنة ما يستحملش اصلا الجرعات العالية ديا فإلك هنا مع الاعمار العالية دي قوي خلي الجول بتاعك ما بين سبعة لثمانية معقول ومقبول هو ده اسمه ايه بقى اللي احنا قادين نقرر عليه فكرة التيلرينج فكرة الانديبيدولايزيش انك بتزبط كل حاجة بنانا على المريض فانت هو الجيد لا ينزب عندهاش زي ما تقول رقم صارم كده يجبرك انك ايه تمشي عليه لا مفيش كده هو مديك رنجات وبيقولك انت بقى بالحس الاكلينيكي الفن الجميل بتاعك ابدأ ازبط ايه الموضوع ده لو انت حسيت انك تشرب ليك او وصل ليك الحس الاكلينيكي ده شجعني وكتوب الواحد على الشات يلا يا باش يلا يا باش جميل جدا